بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برناميكم ملك وكتابة ولماذا أحبابنا الأهلي إبراهيم أهلا بك يا باش مهندس وأهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة لماذا أحبابنا الأهلي سؤال كبير جدا لكن نخلص منه إلى العنوان الرئيسي لحلقة الليلة وتبقى عظيما يا أهلي ده عنوان الكاتب الرائع أستاذ صلاح سالم أستاذ صلاح سالم في الأهرام أحتروننا لأن المقالة دي الحقيقة ولو أن تبتدي في اتجاه مالوش علاقة لا بالرياضة ولا النادي الأهلي لكن تخلص كيف أن الأهلي كان ملهما لكل ما هو عظيم صحيح صحيح أريد أن أعرف لماذا أحبابنا لماذا الأول بيهدوء جدا خلينا كلنا إحنا والسادة المشاهدين الكبار والصغار وأولادنا اللي مش هنزعل منهم لأن ما حاج بيزعل من أخواته ولأولاده مهما غلطه ومهما أخطأه لأنه في الآخر بيجمعنا حب الأهلي صحيح وبفترض حسن النية وأحيانا أن الغضب وفورة الشباب ممكن تأذي أي حد في طريقة حتى أقرب الناس إليك وأنه لما قلنا حنتحمل أنت فاكر وحنتحمل أنه إحنا ما نشخصنش المواضيع ونظل في الإطار الرئيسي بتاعنا وهو أن نحافظ على الأهلي وأن ندافع عنه تجاه الحملات المغرضة والإشاعات والأكاذيب والتضليل وتزيف التاريخ لكن أبدا ما نحنش ضد حد وأبدا مش هندفع عن باطل مش هندفع عن باطل دي مفتاحه بين الأهلي أيوة لأنه بالمناسبة نتكلم على قيم الأهلي في ذكرى الرجل الذي أنشأ الأهلي عمر لطفي 14 نوفمبر ذكرى رحيل مؤسس سناد الأهلي وصحب فكرته العظيم عمر بكلطفي اللي توفي في 14 نوفمبر 1911 يعني عاش أربع سنين بعد نشأة الأهلي بعد نشأة الأهلي لكنه أسسه على حاجة كبيرة أنه مش مسألة أنه نادي ده ناشك على حسن أنه فكرة فكرة مصرية فكرة مصرية تدعو المصريين في مواجهة الاحتلال أن يكون لهم كيان يعبر عنهم يفخروا به وهذا النهج الذي صار عليه كل الخلفاء بعد كده أحببناه بالإضافة إلى نتائجه وبطولاته وعظمته أحببناه لأنه كان هو دائما مصدر زهونا بأن إحنا مختلفين على مستوى العالم مفيش نادي بيعلي القيم والمبادئ باستمرار عبر تاريخه زي ما الأهلي بيعمل لدرجة إذا تعرض المبدأ والقيمة مع النتائج ينحاز إلى المبدأ والقيمة أي فكثيرا من الأحيان ما يكافأ على هذا وتأتي النتائج جائزة لإنحيازه إلى المبادئ والقيمة أي مكفأة مكفأة حدثت عندما رفض حسين حجازي استلام الميداليات مركز الثاني فجع فروالي باشا فجع فروالي باشا كان رئيس للنادي ورئيس التحدي الكورة أوقفه وكان هو حجازي ده رمز عصره يعني فرق اللي كان بيلعب فيه حجازي جمهورها جمهور حجازي يرمز هنا فرقة حجازي فرقة حجازي ولم يتوانى النادي الأهلي أن يعاقبه فغضبه ورحل إلى الزمالك ومعه أربعة لاعبي ده لما هددوا المجلس منعقد أننا علمت أنه في عقوبة وأنه بعد يقول أنه ممكن ينتقل للنحية يعني بيهددهم الأول فعلولهم فلياذب حجازي أينما شاء وتبقى واخر في الأحلي فلياذب حجازي أينما شاء ولتبقى القيام وكفئنا أن غياب حجازي خلانا كسبنا مخترد تيتش مخترد تيتش وكسبنا المنافس التقليدي بتاعنا في وجود حجازي بالظبط فرصة ظهور مخترد تيتش الصعاد وتمر الأيام 85 ويأتي الأهلي ليوقف 17 لاعب دفع واحدة وهو سوف يلتقي نادي الزمالك في دور الثمانية في كاس مصر لماذا انتصارا لمبدأ الذين ضغطوا على الأهلي لتغيير قرار مجلس إدارة لن ينالوا شرف الدفاع عن لونه إلا بعد ما ياخدوا جزاءه أظن ده لو حصل دلوقتي تقوم حريقة يعني محدش وقتها هتم إنه ممكن جدا بفريق الزمالك العظيم كوارش وفاروق جعفر وحصل شعات فإيه العتاولة محدش فكر لحظة ممكن يحصل إيه والنتيجة هتكون إيه تبصت لقى النشرين بتوع كل النزلين مستلهمين هذه الدفعة وإن الأهلي هو دفع عن لونه وعظمته عن قراره هو داخل على الأهلي العظيم يفوز عن زمالك ثلاثة اثنين فيستمر الأهلي على قراره ما يقولش أنا عربت بقى كاسة هول حد الفاينل كسب بمجموعة الكومانزوز اللي غلبت الزمالك وفي النهاية خدت كاس مصر هذا هو الأهلي أحببناه أكتر مرورا بقى بمختار التيتش وما فعله ونماذج الانحياز إلى القيمة قبل النتيجة متعددة وكثيرة وكم من لاعب مبهر لم يحرس الأهلي عليه لأنه ما كانش مستوعب يعني إيه الدفاع عن لون النادي الأهلي وقيمه قيمه وحتى احنا لما انحذنا للمبادئ والقيم في فترة كان ممكن ما بصناش احنا ممكن نكمل ولا مش ممكن نكمل ومن حينجح ومش حينجح ولكن لفتنا على الأهلي وزعرنا من أنه محتضن مجموعة من الناس بتحبوش بيخترقوا إعلامه دولاب العمل ثم نظامه الأساسي أنه يدعي هداف 85 الآلف الزمان لا ماتش 3-2 بـ رفع شهر هذه اللجوان ستجد حمدا مرزوق ومحمد السيد وطار يخليله بدر رجب لكن اللجوان أول مرة ناس كانت تسمع صحيح وإبراهيم حسن ظهر في هذه المبرضة إبراهيم ظهر قبل حسن باللقطة أظن لم يعني يهتز الآلي اللحظة في أن ينحز للمبدأ والقيمة فالولاد اللي النهاردة زعلين من أنه نحن نقول من أقطع يجب أن يحاسب نحن محددنش أولا من هو الغلط لأنه ما نعرف شي أنت بتتكلم على وقت أزاره أزاره لما أطع الفانيلا قد يكون مدفوعا بنفسه فيبقى هو الغلطان يبقى هو يستحق العقاب وعقابه الاتحاد الإفريقي واعتقد أنه هو برضو كان ينظر إلى اتخاذ بعض الإجراءات ولكن طب إفريد جات له تعليمات يبقى أزاره في وجهة نظري براءة ويعاقب إلى آخر مدى مهما كانت النتيجة حيزعل حيمشي حيوعد مين هو أنا معرفهوش بالتحقيق حيقول مين اللي قال أزاره إذا كان حد قاله ده كلامنا إحنا بنقول حننسى لحظة الهزيمة هتبقى مجرد ذكرى لكن إنحيازك للمبدأ هو اللي هيعيش معاك هو إحنا لما قلنا الأهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم كنا بنتحك على نفسنا ولا مصدقين كل الناس متأكدين إن الأهلي عظيم لأنه بيكسب عشان عظيم عظمته سر انتصاراته سر انتصاراته لأنه شابك التاريخ هتيجي تكسب وحتكسب 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 وحيحدث أفرح كتيرة وأطراح قليلة ولحظات مؤلمة كان أكثرها إلاما مباراة الزهاب هناك لكن أنا بقول وقلت كده إن الفرق اغتيلت معنويا قبل السفر بسبب هذه الواقعة تقريبا وطبعا التزوير والتدليس واللي حصل واللي بالمناسبة اللي عايز يعرف مش مهو ده كان مبارا كان مباراة واخد حريته يسأل هو شريك مين في مصر حيعرف مفتاح اللغز يعني هننقل مش هنتكلم في النقطة دي الناس بقى هي مسؤولتها إننا تدور وتجيبي الإجابة لنا كان قاعد معمين وبيتكلمين في الأسبوع اللي قبل المباراة فأنا بقول لهم يولدنا ياخوتنا إذا كان إنحيازنا للقيم حيزعلكم مش قصد زعلكم بس مش هعرف أعمل غير كده لو كان إنحيازي للقيم حيدفعني ثمن أهلا بأي ثمن بس حظل شايف الأهلي زي ما شفته وعشته ومش مش هكون أبدا في لحظة من اللحظات من الذين يعني يعملوا كده عشان أي حاجة من الأسباب حتى لو إحنا إعلام ما إحنا 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 إصحاب قرار يعني أنا ما أكون صاحب قرار وأطلع أتكلم آه ما تتكلم شي لما أكون أنا في جهاز بس مع أصرار وأطلع أولها لا ما تقول شي لكن أنا لما أكون بنور لهم بنحاز لقيم عشان تظلوا يا أولادنا أنتم فخورين بالأهلي دا وتعلموا لأولاد كنتم وتكبروا ليس المقصود إن إحنا نخش نتراشق ونسمع خلاص أنا أنا ناس كتير بتتصل بي ما تعمل مدخلة ما ترد ما تقول ما تعمل إزاي يحصل معاك قلتلي يا جماعة أنا مش بزعل لأن أنا عارف عارف الخبرة وعارف فورة الغضب ومديهم الحق في كل دا بس أنا مش عايزهم يكتزئوا الكلام من صياقه وياخدوا جزء كده يبنوا عليه السنتاج لأن إحنا عايشين دي يعني لما قلتلك إن أجاية وربيعة ومعلول اليوم ما يرجعوا أكنهم إضافات في يناير قال لك مش هجيبوا لعيبة لما طلعت مع كابتن زكريا قلت دا لا يتعارض مع دا أنا بقول دا لكن مؤكد هنجيب لعيبة قلت كده مع كابتن زكريا اللي عايز يصدر كمل في هذا السياق هطلع مع كابتن زكريا وقال أجاية من صفقات الشتاء لما جيبنا لعيبة صغار السن هطلع وقال لك انت راح جايب لي مش عارف ايه من تسعة وتسعين ومين من الدرجة التانية هو دا معنا دا تصحيح مصار الناشئين هو درعك وصمام أمنك للمستقبل لكن مش هيلهين عن التدعيم الكبير اللي الجاهز اللي حيظل يستمر لأن انت لما تجيب عشر اللعيبة دا عمتوا بهم قطاع الناشئين وواضح عملوا ايه فورة وطورة في قطاع الناشئين من واقع النتائج وتصدر كل فرق النادي الآلي للمسابقات ويطلع كابتن عبد 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 رحمان يقول لك عندنا عدد هيل لان هو خد كمان مش بس اعتمد على سبعة تسعين اللي بيلايهم مميزين تحت السن برضو بيضموهم معها بيجهزهم عشان يطلعوا الفريق لأول أنا بس معلش أنا عارف أن أنا طاولت عليك إنما أنا خلاص خلاص تقريبا كلامي فاجتزقوا هذا الكلام ده مش نوين نجيب خلوا بالكم وفرقوا بين حكتين إن في تداعيات لمن اخترقوا النادي الأهلي مازالت مستمرة وفي دلاب العمل أنا مش بقول يعني حتقولي أسرار لا ده واقع ده الناس بتتجر نتروح لهم لحد بوابت النادي عشان تقابل ده تقابل ده تكلم مش سهل وده اللي كان عملي إزعاج أصد إبراهيم في الفترة اللي فات 3-4 سنين اللي فات لما كنت بتكلم في الحكاية دي لأن عارف إن هي مش مش واحد هياخد عصاه ويرحل ده هيسيب وراه آثار على ما تتخلص منها هتاخد وقت ومن ضمن أهداف الكبرى كانت التجر على كلمة مبادئ وقيم يفضلوا يرددوها وقت الانتخابات وهم بيضربوا فيها دلوقتي وكل ما نيجي هو ده حسابات الناس دي معانا احنا في الحتة دي طيب هنا نقطة نظام خاصة بالبرنامج يمكن المهندس عدل أشار لها وهي تتعلق بحق البرنامج في تناول كل ما يعج في النادي الاهلي وكل ما يخص النادي الاهلي نجوم النادي الاهلي أحوال النادي الاهلي مسؤول النادي الاهلي قرارات النادي الاهلي وكلها على مقيدة المناقشة في ملك وكتاب الحلقة قبل الماضية قبل الماضية وبعد المباراة الأولى للأهلي مع الترجي في برج العرب احنا قلنا بوضوح وليد أزارو أخطأ وأخطأ في حق القيم الرياضية لكن وده اللي أكدنا عليه ساعته أي خطأ وما كانش له تأثير على قرار الحاكم لأن الحاكم في الأول صفر إدى ضربة جزاء وأشار بإيده للفيديو وراح يعمل التشيك للفيديو في اللحظة دي وهو بيراجع الفيديو وليد ارتكب الخطأ بتاعه قلنا ما لهاش أي لازمة لأنه خلاص الحاكم صفر ولما رجع ما شفهوش فما بدئيا هذه الفعلة قلنا ما كانش لها تأثير قلنا اللي روج لها واهتم بنشرها واضح جدا ضد مصلحات الأهل الإعلام التونسي استغلها الميديا العالمية عملت عليها ضجة كبيرة عملت عليها ضجة كبيرة لما قلنا رأينا ده بعد المباراة الأولى لكنا موافقين أنه وليد أزار ويعمل كده ولكننا بنجيز هذا التصرف ولكننا شايفين أنه أثر على نتيجة المباراة جينا المباراة التانية هو أثر على المباراة التانية جينا المباراة التانية بقى الحلقة الماضية وإحنا بنراجع وقلنا لكم ساعتها في البداية إحنا معنيين بتدارس المشهد كله ذهابا وإيابا بكل اللي حصل فيه وحتى كان عنوان الحلقة إن لم يكن الآن فمتى يعني إذا ما كناش هنتدارس المشهد بكل ما فيه ونعمل مراجعة لكل التفاصيل اللي حصلت يبقى إمتى وإن لم يكن للأهلي فلمن وقلنا أن المصلحة والأمانة تقتضي أن نحن نناقش كل اللي حصل بكل أمانة ونحدد الأطراف اللي أخطأت أي أن كانت هي مين عشان ده ما يتكررش تاني قلنا وليد أزارو أخطأ وأخطأ لأنه انتهت قيمة الروح الرياضية بس في الحتة دي معليش يا أستاذ إبراهيم قلنا لو أن وليد أزارو فعليها من نفسه يبقى أخطأ يتحمل مسؤوليته لوحده لكن حد الطلب منه يبقى خلاص تحيي تقال مين اللي طلب منه مين اللي طلب منه وفي الحال حق القيم الرياضية اللي هي بقيم الأهلي بزرح ده اللي حتحسب علينا تاريخيا بزرح مش الهزيمة اللي حتحسب علينا تاريخيا حتقولك في اليوم الفلاني وفقته على كذا وفقته على كذا احنا قلنا ده ليه لدرجة أن أنا قلت معليش يا أستاذ إبراهيم قلت لا يعني يشينني أن يكون في عندي واحد مختلص ولكن يشينني أنا أتسطر عليه مع فرق التشبيه يعني مش المقصود ولكن لا أنا أنا بأتكلم في العموم بالضبط لا يشينني أن أنا أكون عنده مخطئ لكن يشينني أن أنا أسكت على الخطأ إنما الفكرة إن أنا أولا بعد المباراة التانية بعد المباراة التونس وده اللي أنا أكد فيها للموان سعادة لما بيقول ليه وليد كده خلتنا مكسوفين وإحنا بندافع لأن أنت بتدافع عن خطأ لابد أن أنت تعذر أنه خطأ وده محدش أنكره خالص هنا وإحنا بنمارس هذا الحق الطبيعي في الحرص على الأهل والدفاع عن قيم الأهل التي لن نفرط فيها ولن نتخلى عنها على الإطلاق لأنها ثابت حبا في الأهل ودفاعا عنه وعن السبب الحقيقي في تميزه لا أفهم أن حد يقول ملكه اكتب أخطأ وكان لازم أن النقد يكون في غرف مغلقة أنا ما أعرفش يعني إعلامي يقول رأي في غرف مغلقة الغرف المغلقة بس أنا مش حابب أن نحن نكرر كلام بدون بنعيه كويس هي المجرد مش عبارة الناس كلها تقولها المسؤول لازم أن يحاسب مسؤوليه في غرف مغلقة المدرب لابد أن يقيم لعبته في غرف مغلقة الإداري يحاسب ويعاقب في غرف مغلقة هي دي أدبيات الأهل الإدارية دي من سوابته لكن لا أفهم أنه إعلامي يقول رأيه في غرف مغلقة ما عرفهش يعني ما أعتقدش مرت على حد فبالتالي لما بنقول رأينا بنقوله على الملأ وبنقوله في حق نقد ذاتي صريح في خطأ لا يجب السكوت عليه في انتهاك للقيم الرياضية لا يجب أبدا القبول بيها عشان ده الأهلي لأنه ده الأهلي لكن في نفس الوقت قلنا لابد أنه يتبين الأمر الرجل ده تصرف من نفسه ولا طلب منه وفي الحالتين يكون الحساب على صاحب الخطأ والأمر بيه لأنه أنا لا أفهم أي حد حريص على النادي الأهلي أن ألاقي الميديا العالمية وألاقي وكالات الأنباء وألاقي صحف كبيرة بره يعني الجانب التونسي نجح بامتياز في الترويج لهذه اللعبة لأنه حطوا الصورة ووليد بيقطع فانلته وضربة جزاء وبقى الكلام اللي في كل الميديا العالمية ووكالات الأنباء أشهر ضربة جزاء مفبركة مفيش حد أهلاو يقبل بكده خالص أنه الناس تختازل للمسألة كلها ويظهر الأهلي في مظهر والعالم كله بيتكلم والعالم كله بيتكلم فإحنا لما بندين وليد أزارو أو بنرفض هذا الخطأ هذا حفاظا على قيم الأهلي وليس انتقاصا من شأن وليد أزارو أو أي لعب لو أي لعب ارتكب هذا الخطأ نستوجب علينا تاني يا سيد إبراهيم عليش أكننا كده بنحكم تاني بنقول لو أنا وليد عشان برضو حيحصل يعني مزايدة على الموضوع لو وليد أزارو تصرف من تلقائه مسؤول يتحمل مسؤوليته لو هذه تعليمات اللي أذر التعليمات يشيل للمسؤولية بس هي دي الأمانة اللي بنيكلم فيها على صورة النادي الأهلي ما يبقاش الأهلي صورته في الميديا العالمية تحت أي ظرف أنه سرق بنالتي وأنه أوعز للعب يقطع فنلا عشان ياخد ضربة جزاء والناس بره ما شافتش المباراة ما شافتش أنه الحركة عملت بعد ما الحكم صفر الناس اختزلوا لها الأمر في الجزئية دي عارف الغريبة أستاذ إبراهيم تاني يعني يمكن معلش ما احنا بنأكد على معاني تاني التصرف وليد لم يؤثر على نتيجة المباراة اللي لعبها ولكنها أثر على نتيجة المباراة اللي بعدين كهرب الجو واتر الأجواء أظهر الآلي في مظهر أنه أخذ حاجة مش من حقه فبالتالي الواقعة أصبح مطلوب منه وهنا الواقعة مش وليد أظهره أصبح مطلوب منه هناك أنه حتى التعاطف العام والشحن والتوتر والغضب الجماهيري كله كان بسبب تصرف في تقديرنا ولا زلنا وأعتقد حضراتكم معانا في ده حركة ولا لها أي لازمة سؤال حتى للعليم من هناك أنتوا شايفين إن ده صح لا كنتوا شايفينه صح خلاص يبقوا أنتوا ليك وجهة نظر وإحنا لنا وجهة نظر لو شايفينه غلط كلنا نبقى في مركب واحد لو سمحنا ملك وكتابة لا تغير رأيه بعد المباراة الأولى ولا ارتكب خطأ بعد المباراة التانية في المباراة الأولى بعدها بعد الواقع مباشرة قلنا يا جماعة وليد أزار وما فعله ما لهش تأثير على قرار الحكم وإن كنا شايفين إن ده خطأ غير أخلاقي ولا يصح أبدا أن يزد وده ضد القيام الرياضية ده اللي حصل في الحالة اللي قبل الماضية لكن بعدما المسألة انتهت وفي التقييم النهائي ما كناش عارفين إن احنا بعد المباراة الأولى إن اللقطة دي هيبقى لا تأثير على الأجواء حد ما كناش عارفين إنها توطر الأجواء وإن الميديا العالمية قبل المباراة التانية هتقعد تتكلم على الواقع دي وتعمل عليها فوكس بشكل واضح جدا كما لو كان دي سرقة إلا بعد المباراة التانية فما كانش أبدا من الممكن إن احنا نقرى الودع بعد المباراة الأولى إن ده هيبقى لها تأثير في تونس إلى هذا الحد عشان كده دي نقطة نظام مهمة خاصة بالبرنامج وكل الناس اللي تكلمت على الغرف المغلقة والغرف المفتوحة ملك وكتابة سيظل دائما وآبدا حريصا على الدفاع عن قيم الأهلي على الأقل من وجهة نظرنا اللي ممكن كتير يختلف معنا أو كتير يتفق معنا لكن يا أستاذ إبراهيم عزاءنا في كده إنه المتلقى الأهلاوي لديه من الحرص على صورة النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي ما هو أكبر بكثير من حرصه على نتيجة مباراة أو حتى بطولة لأنه في النهاية هي دي القيم وهي دي السوابت اللي بتحقق كل البطولات وفي النهاية ما اعتقدش أبدا أن نحن مختلفين على أن الأهلي يجب وبإذن الله دائما وأبدا سيظل عظيما تعارف مين اللي كان حيبقى أسعد الناس لو دفعنا عن هذا الخطأ تفتكر مين الذين اخترقوا الأهلي لهدم قيمه عشان يقول لك أهو طيب إزاي الحال بقى والأهلي بيحاسب أهو لا يقبل هذا الكلام إحنا مش عايشين تناقض مع نفسنا أي وتاني وتالت وعاشر نحن ندين الواقعة وندين المتسبب فيها مش هنقول أسماء بقى ولكن اللي ظهر على الشاشة المنتج النهائي كان وليد أظهر ربما يكون هو ضحية المسؤول مؤكد ممكن حاليا الأداد بينبهني إلى أن القائمة الأفريقية الأهلي بعتها للاتحاد الأفريقي انتعارفين النهاردة الساعة 12 بالليل سيتم غلق باب القيد الأفريقي وهنا فيه اختلافات كتيرة للموسم الأفريقي البطولة اللي هتبدأ في نوفمبر هذا الشهر وتنتهي في مايو غير لما كانت بتبدأ في الصيف وتنتهي زي ما انتهت في نوفمبر دلوقت الباترس كارترون المدير الفني للآلي اعتمد القائمة اللي ضمت محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلو لطفي أحمد فتحي ومحمد هاني وسليف كلبال وسعد سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وأيمن أشرف حسام عشور وعمر السلية وهشام محمد وكريم ندفد وإسلام محارب ومحمد شريف وميدو جابر وأحمد حمود ووليد سليمان وناصر ماهر ووليد أزار وصلاح محسن ومروان محسن لم يتم قيد أكرم توفي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ دول الأربعة وباسم علي وصبر رحيل دول اللي يعني أكرم توفي وأحمد حمدي ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ وباسم علي وصبر رحيل دول اللي لم يتم قيدهم تم قيد 23 فقط هذه الأسماء دول الأهلي أو أي نادي ما لوش حق إضافة عدد على هذه القائمة إلا بحد أقصى سبع لعبين في يناير اللي جاي هنا هتبقى فيه مشكلة أنه يناير اللي جاي وقت ما هيتفتح باب القيد الأفريقية هيكون القيد المحلي لسه ما تفتحش بينما أنت عشان تسجل في القيد الأفريقي لازم أن تسجل لعيب تم قيده محليا فهتحتاج توفيق أو ضعف المواعيد ما بين الاتحاد المصري مع المواعد الأفريقي للأندية الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية الأهلي والإسماعيل في دور الأبطال والزمالك والمصري في الكونفدرالية لكن أنت دلوقتي سجلت 23 لك سبع أماكن في يناير اللي جاي أعتقد أن الاتحاد بيتنبع للنقطة دي تمالي وبيبتدي يفتح باب القيد بدري شوية عشان يقام للفرع المشاركة الأفريقية أعمالها حتى في الصف الماضي يعني القيد بواحد يناير اللي 31 يناير ده القيد المحلي طب القيد الأفريقي ده الأفريقي ده المحلي والأفريقي فالإنت هتجيبه هتسجله بإذن الله مجلس الإدارة شغال طبعا حضراتكم مترقبين ما سيتقرر على المجلس لحظة ما ينتهي مجلس الإدارة من عمله هنقول لحضراتكم إن شاء الله في مدخلات مهمة من النادي ما قرره المجلس من أمور أعتقد هتكون مهمة لتصوير مسار الكرة وكلكم شفتوا كابتن محمود الخطيب في مدخلته الأسبوع الماضي مع كابتن سيد عبد الحفيز أعتقد كان فيها من الوضوح ما يطمم كل الجمهير على مستقبل كرة القدم في المستقبل القريب والبعيد في النادي الأهلي كابتن الخطيب رجع مبارح من ألمانيا أطع رحلته العلاجية عقد النهاردة عدة اجتماعات مهمة مع كل الأطراف المعنية ثم ترأس مجلس الإدارة في اجتماع مهم لازال مستمرا بعد انتهاء مباشرة سنقول لحضراتكم كل مصادر من قرارات لكن الآن القائمة الأفريقية بعتت وشفتوا حضراتكم اختيارات كارتيرون كارتيرون المدير الفني والكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة عملوا جلسة مهمة النهاردة علشان يرتبوا لمباراة الوصل الإماراتي اللي حتكون يوم 22 نوفمبر الحالي يعني يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله في مباراة العودة لدور الستاشر في كاز زايد للأندية أبطال العرب لاتنين نقشوا كل الترتيبات الخاصة بالمباراة وتقرر سفر الأهلي إلى الإمارات يوم 20 يعني يوم الثلاث عشان يلعب يوم الخميس ويرجع مباشرة إصابات الأهلي الكثيرة محمد نجيب وعلي معلول عملوا النهاردة تدريبات في الجيمانيزيام عارفين إنه محمد نجيب كان عمل عملية أطع في الغضروف الرجبة وعلي معلول كان عنده إصابة بتمزق في العضلة الضمة وكابتن محمد يوسف قعد شوية مع محمد نجيب تطمن على سير البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به بينما عشان محمد نجم خط الوسط اللي كان أصيب وغاب عن مباراة التراج التانية بسبب إصابته في العضلة الخلفية أدى أيضا بعض التدريبات التأهيلية التاميرين اللي حضراتكم شايفينه اللي كان في ملعب مختار تيتش ده موران سابق لكن الموران اللي كان النهاردة في ملعب مختار تيتش ركز فيه الجهاز الفني على بعض النواحي البدنية والتكتكية لمدة ساعة لرفع المعدلات البدنية رفع المعدلات البدنية لأنه الأهل مقبل على مرحلة شديدة الصعوبة والضغط وهنا عايز أول حاجة لجمهور الأهل الحبيب بالذات الشباب في السوشيال ميديا الناس اللي بتحمل كتير على لعيبة بعينهم أو الغضب من أداء لعب بيقود للمطالبة فورا بأنه لازم يمشي وهاشتاج يتعمل لأنه ده لازم يكون برا يا جماعة لازم اللي ما فاهمين نقطة مهمة جدا لو إحنا كلنا كده مستقرين أنه فلان وفلان وفلان يمشوا أوكي مستقرين لكن يمشي إمتى ويمشي إزاي ومين اللي ييجي إحنا النهاردة 15 نوفمبر مفيش قيد ولا حد يمشي ولا حد ييجي قبل واحد يناير يعني عندك أربعين يوم كاملين أو خمسة واربعين يوم كاملين هنلعب بهؤلاء اللاعبين اللي محتاجين الثقة واللي محتاجين الدعم كثابت من ثوابة الأهلي يعني مانيش فاهم أبدا ننزاها نستغنى عن كل الناس ونلعب مباريات هقولها لكم الجدول المضغوط بتاع الأهلي احنا أقول له المرة اللي فاتت الأهلي هيلعب خمسة وخمسين مباراة في مية وتسعين يوم النهاردة اتحاد الكرة أو من خلال لجنة المسابقات أعلن جدول المؤجلات هنقوله لكم لأنه يكفي أن أنا أقول لكم فيه تمن مباريات هيلعبها الأهلي في تلاتين يوم أو فيه أربعة وتلاتين يوم يعني تقريبا مباراة كل تلاتة يام وكم ساعة بهذا الشكل الفريق اللي عنده هذه الإصابات الكتيرة والقيد لسه في يناير يعني لحد هيمشى ولحد هيجي في خلال تسعة وعشرين يوم هتلعب تمن مباريات هتلعب حسب الجدول اللي أعلن النهاردة يوم سبعة وعشرين نوفمبر مع التحاد جدة السعودي في السوبر المصري السعودي في القاهرة واحد ديسمبر يعني تلاتة يام هتلعب مع المؤولين خمسة ديسمبر مع الجونة تسعة ديسمبر مع طلاع الجيش أربعتاشر ديسمبر هتلعب في أفريقيا مباراة دور الثمانية أو دور الثلاثين سبعتاشر ديسمبر هتلعب مع النجوم ستة وعشرين ديسمبر مع الداخلية تلاتين ديسمبر مع أمبي تمن مباريات وواحد وعشرين ديسمبر مباراة العودة الأفريقية يعني تسع مباريات في تلاتة وتلاتين يوم تسع مباريات هنا يباني أننا الجهاز الفني محتاج كل اللعيبة اللي موجودة اللعيبة محتاجة السقة وقت الحساب في مراجعات وقت التقييم صاحب القرار هياخد قراره بس أنتم متخيلين أن أنا مطلوب مني دلوقت حسب الرأي العام والرغبات أمشي كل اللعيبة المختلف عليها أو المنتقد أداءها ولعب بمين ده السؤال المهم مين اللي حمثل الآل في هذه المباريات أي اللعيب من دول ممكن أساس الرحيم بس نقطة عشان قبل ما تتنقل لحاجة تانية اللعيبة دي عايزة ثقة ولا مش عايزة ثقة طبعا اللي احنا خلاص هما معنا واللي احنا مصممين ننتقدهم وبيقاسوا انت قلت نقطة بس كان يجب أن تستكمل بنقطة تانية ان احنا لو متفقين جميعا على الأسماء ده مش موجود يعني هتجد مجموعة بتنتقد سين وصاد وعين ومجموعة تانية بتنتقد اس وشين ويه ومجموعة تالتة مش عارف اذا لو انت جمعت كل انتقدات هتطول معظم الفريق تمانين في المية من وبعدين انتقدت ليه هتستفيد ايه يعني انت اللي بتنفس عن غضبك او بتظهر رأيك احنا على فكرة كلنا بنتكلم ساعات واحنا عادين مع بعض الطريقة لكن المسئولية في مواجهة الاعلام بتخلينا المسندة انت ممكن تكلم مع صاحبك زي ما انت عايز لكن وانس انت بقيت زيك زي اعلامي بدأ محطيت رأيك عالسوشال ميديا انت زيك زي ملك وكتابة انت زيك زي اي برنامج اعلامي انت مقروء انت مؤثر وبالعكس ده انت جمهور بقى انا لما كن لعيب شاف ان الجمهور مش بيحبني يعني يا جماعة ده معقولة يعني يعني طب اخلص اللي النادي ازاي اهتم من نلعب بكامل طاقتي ازاي يا خلينا زي ما طول عمر النادي الاهلي اللي بيمثل الاهلي ياخد كل المساندة احنا نعمل اللي علينا عشان يعرف نحاسبه لكن احنا بالطريقة دي احنا مش عاملين اللي علينا بالعكس احنا منسقين وراء منافسنا اللي بيقضونا الثقة بفرقتنا بالزبط هم عايزين كده يعني هو المنافس عايز ايه عايز تتجاهل مبادئك عايز تقصي على فرقتك عايز تشعر ان ما عندكش فرقة وكلمة السكواد السكواد مصطلعات حلوة كلنا دلوقتي منفتحين على العالم لكن ما هي الجدوى من ان احنا ننتقد اهو ده بقى اللي شغل على الهواء شمعنا ده اللي ما يبقى على الهواء يعني احنا لما بنيجي نقول بننتقد او بننتصر لقيمة ما بنقولش وجهة نظر في القيمة ده حدث يعني مش حدث في وجهة نظر ده حدث تشوفناه فما بقاش تيجي تقولي حجرات مغلقة حجرات والعالم يتناولوا فهنا لكن انا لو وجهة نظر في حاجة مبهمة لا ما قلهاش حاجة مختلف عليها لا ما قلهاش حاجة هتأثر في حاجة منظورة جيبت جون اه الناس بتقول افسايد والمحللين حتى وناس بتقول لا بص الدراعة بص الرجل ما روحش هنقول انا بقى عشان اعمل جن بقى وقال لها دي افسايد لا هو ضل غلط لكن في الاحداث الواضحة التي لا تحتمل التأويل ولا تحتمل الاختلاف عليها ولا تأثير العالم كله بتدوله انت بتقول رائح ان النادي الاقلي مش هيقبل ده مش هيقبل الواقعة ايا كان مين سببها فهي المسألة خلينا بقى وانتو بنتكلم على ازاي نسند الفرقة مش كلمتين دول لا خلينا كلنا نسند الفرقة انتو اكتر من اي حد تاني السوشال ميديا اعلامي يا استاذ ابراهيم ولا مش اعلامي رافد اعلامي مهمة طبعا ده الاقوى من اي حاجة لان دي الموبايلات في ايدي الناس كلها واللعيبة محدش بياخد منها موبايلات وبيبقى عايز يشوف صورته عند الناس عاملة ازاي فلما يبقى لقيها سلبية 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 طب ده يعمل اي ده برضو من الحاجات الغريبة كان في معسكر ولعب تونس مباراوت دي وكسب اربعة واحد منه عدد من لعيبة الاهلي والمنتخب الاول اللي حيستعد او اللي بيستعد لمباراة تونس بكرة عنده عدد من لعيبة النادي الاهلي والدوري واقف لانه ده معاد المنتخب مطلوب ان الاهلي يلعب والمنتخبين في معسكراتهم زائد نقطة مهمة وعندهم لعيبة علشان يتقال هو اتحاد الكرة مريح الاهلي ليه انت عارف ان الترجي خرج من المطلوبة العربية لا ما عددوش ولا لعيب لا في المتخب ولا في المتخب الالومبي دي حاجة غريبة جدا حاجة غريبة فبيلعب لانه المنتخب بتاعهم تأهل وحسن المسألة فاتثابت لعيبتهم يكملوا الدور بتاعهم ما علينا لكن هي الفكرة فين هو الاهلي لم ييجي عشان المنتخب الدور يوقف تقولي الاهلي ليه ما بيلعبش ويتقالك طب ليه الاهلي مش هيلعب الا يوم واحد ديسمبر مع المقولين اول مباراة له مع المقولين وعملين انه هما ميسقوا حرامي هو لا فاهم انه الاهلي يلعب يوم 22 في الامارات مع الوصل ولا عارف انه الاهلي يوم 27 يعني بعد مباراة الوصل بخمس ايام فقط هيلعب مع التحاد جدة مباراة السوبر هنا لا محدش واخد باله هو باصص على انه ليه الترجي بيلعب في الدوري والاهلي ما بيلعبش طب عامل حسين حط مباراة للترجي هناك وما حطش مباراة للآلي فبيجامل للآلي على حساب الترجي انتو حطت الدور التونسي زي الدور المصري لاجل ما تقوله فقط انه الاتحاد بيجامل للآلي انا مش مسؤول عن انه في جهل محدش عايز يبص على حتى الموعيد العربية وانه الترجي خرج من البطولة العربية قدام للاتحاد فبالتالي ما عندهش ارتباط في البطولة العربية وليكن ده يخص ده يخص الاجندة التونسية لا العربية ولا الافريقية لانه معفى من المباراة الاولى هو دوري مجموعات على طو فبالتالي فكرة اننا وبعدين اتعاملت قصة كبيرة هو الاهل من حقه ليه الاتحاد بيأجل المباراة كتيرة للآلي عشان الاهل على ما يجيب تدعماته في يناير بيلعب المؤجلات تخيل المنطق والاهل مش من حقه يلعب المؤجلات باللعب الجداد بعد يناير كده ده المنطق اللي بيتقال بينما ده حصل للزمالك وحصل مع اي فريق تأجلت المباراة لما بعد يناير لكن ما علينا عموما حنطلع لفاصل نقطة بس موضوع المؤجلات المؤجلات دي اللي صالح لقالي ولا ضده دلوقت ضده بشكل مش بس ضده عشان الارهاق والنقص العددي والاصابات وكلام ده والجدوى المضغوط ده ضده لان كل الفرق اللي كان حيلعبها وهي لسه بتجاهز هي في زروة وقمة مستوياتها دلوقت مجاها ما فيش فرق النهاردة تقدر تقول نتيجة اي مباراة وبنشوف وفي كل الاحوال فيه تأجيل حتمي انت بتلعب مباراة افريقية طبيعا ان انت بتأجل والله الظروف بعد كده هتخدمك او هتضرك صاحب القرار او المنافس المفترض اللي انت هتلعبه مستواه عيلي مستواه نزل كان عنده لعيب اصيب ولا عنده لعيب مخف او يتخذ هنطلع على الفاصل وبعد الفاصل هنشوف لماذا كل هذا الجدل والضغط الاعلامي دائما على الاهلي بعد الفاصل اعلم بحضركم من جديد شفنا هذا التأجيل الكتير والاضطراري من قبل لجنة المسابقات للمباريات الاهلي افضت الى ان انت هتلعب تسع مباريات في واحد وثلاثين يوم لكن هل خسارة الاهلي للقب الافريقي حلت المشكلة لجنة المسابقات ولا زودتها المهندس عامر حسين تحدث لصدى البلد عن علاقة المؤجلات بتتويج الاهلي الذي لم يتم طيب ده المهندس عامر حسين وانه خسارة الاهلي لافريقيا زاد من ازمة المؤجلات محلهاش لكن هل الاهلي بعناصره الجديدة والخبر اللي حتلك ماتش في دور الاثنين والثلاثين بالضبط هل الاهلي بتدعماته الجديدة اللي انا بأكد لكم ان شاء الله هتبقى في منتهى القوة ومنتهى التدعيم للفريق بعناصر ان شاء الله تحدث هذا الفرق الكبير وفقا للشغل اللي بتعمل هذه العناصر هيكون من حقها تلعب هذه المؤجلات بعد التدعيم ولا لا نشوف ايضا رأي المهندس عامر حسين طيب واضح كلام للمهندس عامر حسين انه ده حق طبيعي وحق مشروعه ومنطقي جدا انت مأجل مباريات لقيد جديد زي ما اللعيب اللي هيمشي من عندك هيبقى من حقه يلعب مع النادي اللي انتقله انت من حقك اللعيب اللي انت جبته تشاركه دي مسألة بدهية معتقلش محتاجة اي اجتهادات او اي ادعاءات واتهامات فيها وارد الفرق اللي تحت متأجلات قد تكون دعمت نفسها كمان اه منت دعمت هو دعم طيب الالي والزمالك وبيرامنز هذه المباريات موعدها امتى وهل في ظل هذا الجدول المضغوط والموعد المتداخلة جدا مباراة السوبر المحلة تبقى مهددة ولا لا نشوف رأي برضو المهندس عامر حسين طيب بمناسبة كلام المهندس عامر حسين عن مباراة السوبر الاهل والزمالك بطل الدول وبطل الكاس اللي قال حتى الان ما عندوش تأكيد امتى ممكن تتلعب وهتتلعب ولا لا اه في تعاقدات وفي حرص من الاتحاد على تنفيذ تعاقداته لكن وفقا للاجندة اللي قدامه والموعيد ما شايف لهاش معاد الكلام عن السوبر الحقيقة ياخدنا بذكرى عن السوبر الاخير اللي لالي كسبه على حساب المصري احمد مسعود حارس المصري البورسعيدي كان ضيفا ايضا على هاني حتحوت في صدى البلد والحاجة الحقيقة للروح الرياضية مهمة جدا نشوفها ده النادي الاهلي امبارح امبارح قناة ريال مدريد ايوه ريال مدريد والحساب الخاص بالنادي على تويتر النادي الملكي يرحب باستقبال وفد النادي الاهلي يشيد بوافد النادي الاهلي استقبل ريال مدريد وفد النادي الاهلي اللي ضم المهندس خالد مرتاجي عضو مجلس الإدارة والسلاسي الكابتن محمد فاضل مدير التعاقدات والكابتن حسام غالي المنسق العام لكرة القدم وامير توفيق مسؤول او مدير ادارة التسويق الاربعة كانوا في ضيافة ريال مدريد في زيارة خاصة جدا بروتوكولية للتعرف على نظام العمل في النادي الملكي وتدعيم العلاقات استقبلهم بوتراجيني ومدير العلاقات المؤسسية في النادي الاسباني ورحب كتير بيهم وتحدث معهم عن قيمة النادي الاهلي وعن اهمية تواصلوا مع اي وفد حابب يتعرف على تجربة نادي كبير في حجم ريال مدريد ترحيب النادي الملكي بوافد النادي الاهلي نشوفه كما ظهر على موقع التواصل الاجتماعي وعلى حساب النادي على تويتر بطبيعة الحال الوافد ده رايح ضمن خطة لإعداد الكوادر المستقبلية إعداد علمي إعداد بيتقصب تجارب وعلى فكرة ده حصل معاي أنا أنا روحت بنيفيكا وروحت ريال مدريد وروحت المان يونيتد كل ده احنا بنأسس إدارة تصويقه عشان نشوف ونستفيد بالتجارب بتاعت اللي سابقنا بخطوات في هذا الأمر ودي خطوة محمودة وكلمة الأساس خالد مرتاجي أو المهندس خالد مرتاجي إنه هو بتسير عنده ذكرات معينة لإنه إحنا لما جينا نلعب مع ريال مدريد كنت أنا في إنجلترا مع كابتون صالح روحت لهم أسبانيا أستقبلهم عشان نخدهم في طائرة خاصة كان اللي جاي على طائرة دي عشان حيبقى مسؤول علاقات عامة ومرافق للفريق كان المهندس خالد مرتاجي فبالتأكيد هو خلال خالد ما بيعتاقش إنه يعمل علاقات عامة جيدة في كل فرصة كان موجود بوترجينيو وعمل معه علاقات النهاردة بتستثمر لصالح النادي الأهلي في إنه يستضيف هذا الوفد وهذا أيضا هو النادي الأهلي نهاردة المنتخب الأولمبي تغلب على نظيره التونسي أربعة واحد مبراهودية المنتخب اللي بيقوده كابتن شوي غريب بيستعد لبطولة الأمم الأفريقية اللي حتنظمها القاهرة في العام القادم 2019 ودي البطولة المؤهرة لدورة الألعاب الأولمبية بتوكيو 2020 المنتخب التونسي الضيف تقدم بهدف في البداية ثم رد المنتخب المصري بأربعة أهداف سجل منها مصطفى محمد هدفين وكريم العراق وناصر منسي لكل منهما هدف في الدقائق 25 و28 و88 و90 وكان هدف تونس سجله إدريس المزاوي في الديها 16 كابتن شوي غريب بدأ المباراة بالتشكيل ضم عمر ردوان ووسامة جلال ومحمود صبري وناصر ماهر وناصر منسي ورمضان صبحي ومصطفى محمد وأكرم توفي وأحمد رمضان ومحمد صادق ومحمد يوسف هيلعبوا كمان مباراة الدية تانية يوم الحد لكن ده كمان في الجانب الأولمبي على المستوى المنتخب الأول بكرا إن شاء الله في السادسة مساء مصر وتونس في استاد بورج العرب ودي في الجولة الخامسة بالمجموعة اللي تآهل منها منتخبة مصر وتونس يمكن هذه المباراة تؤثر أو تحدد صدارة المجموعة في ترتيبها لكن لا تؤثر على ضمان الفريقين العربيين التآهل لبطولة الأمم الأفريقية اللي هتكون في شهر يونيو في الكاميرون يونيو اللي جاي وده الأول مرة كاس الأمم الأفريقية تتخلى عن بياتها الشتوي وتنتقل للمرحلة الصيفية لأول مرة الاتحاد الأفريقي بعد ما كان غير موعيد البطولة اللي تقام في السنوات الفردية كان دايما أبدا كاس الأمم في السنوات الزوجية لما تغيرت للسنوات الفردية علشان ما تتصدمش مع كاس العالم في شهر يونيو تم إقامة البطولة السنة دي في 2017 السنة الماضية ثم البطولة القادمة في 2019 في الكاميرون جديدها هذه المرة أنها تكون في شهر يونيو في نفس شهر كاس العالم أبا شوانتس أنا مش عارف يعني كاس العالم لإيه لا كاس العالم هي بها في السنوات الزوجية هي ديها في السنوات الفردية أيوة لكن نفس التوقيت يعني بستمرار نفس التوقيت هو ده سبب اللي احنا فيه دلوقتي الربكة دي لا مش هي مش ربكة هي ربكة تنظيمية لأننا طول عمري أنادي بالخطوة دي احنا كان تلاحم المواسم عندنا سبب يا سيد إبراهيم إن الأجندة الإفريقية غير الأجندة الأوروبية فتبص تلاقي نفسك أنت عايز تاخد أجازة في عز الموسم الإفريقي يبقى هم سابقينك فتضطر تلعب بتلعب وانت مش جاهز فتتلاحم المواسم تبتر الإصابات فكنا تمالي بنقول هو فيها إيه لما الموسم الإفريقي أو الأجندة الإفريقية تيمشي مع الأجندة الأوروبية هم زبطوا دي فلما هيزبطوا دي لا كل شيء حيمشي بقى حيمشي صحة بعد كده حنرتاح يعني احنا حنتعب السنة دي قوي 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 لكن بعد كده حنرتاح طيب النادي الأهل اللي انتو بتحبوه النادي الأهل اللي هو فكرة نشأت في أحضان الحركة الوطنية النادي الأهلي اللي جزوره ممتدة بعمق في الوجدان المصري الشعبي والعام النادي الأهلي اللي بيزه ويفخر كل مصري وكل عربي أصيل انه بلده فيها ووطنه فيه نادي اسمه النادي الأهلي بيزاحم أندية العالم على لقب الأكثر تتويجا يأتي بعد ريال مدريد شوفوا احنا بديتكلم على عظماء اندية العالم إذا كان العظماء العالم ثلاثة لأهل سانيهم إذا كان أربعة لأهل تانيهم برضو وهو جزء من حزننا وده جميل بقى ده الحزن النبي لا جزء من حزننا اللي مكسبناش البطولة ان احنا حساباتنا مش لا الموقف الاقليمي ولا المحلي ولا نحفل على بعض احنا كانت نظرتنا ان احنا ناخد خطوة نقرب بيها من ريال مدريد تعزيز فرص المكان العالمي كنا حنبقى بدل فرق خمس نقاط حنبقى فرق أربعة وعندنا فرصة نلعب السوبر ممكن نكسبه ويبقى فرق ثلاثة هو ده حزننا فاحنا بنحزن على الاهداف العظمة يعني اللي بيعتبرها اخفاق هو اخفاق انك لم تكن في الصدارة وليس اخفاق الذي لم يلحق بزيل الرجب لم يلحق بزيل الرجب دوئة بره البتاع ما بلعبش في البطولة بيعيرنا غريبة جدا هي دي قيمة النادي الاهلي وعظماءه لما انشأوه ارادوه هكذا كل واحد بيحب النادي الاهلي في مثل هذا اليوم يترحم على العظيم عمر لطفي صاحب فكرة نشأة النادي الاهلي مين عمر بيك لطفي حكايته وقصته نشوف هذا التقرير الصوتي اللي بيسرد الكثير من المعلومات عن صاحب الفضل الاول بعد الله سبحانه وتعالى في نشأة حاجة جميلة في مصر اسمها النادي الاهلي عنده تاريخ يعد في ريح هذا ليس تاريخا يحكى استنى حلوة دي اوه لا ليه بقول الكلام ده هذا ليس تاريخا يحكى ويمكن الجدل فيه واللعب فيه ولا تزويره ولا التشكيك فيه هذا تاريخ موثق لدرجة ان انت بتشوف فيلم بيكلمك على النقابات الزراعية لانه كان رائد التعاونيات هو بيكلمك على عمر لطفي ده كان اجتماع بيدي لك فكرة مين ده راجل معني بالمواطن معني بالمصرية معني بهم الفلاح معني بهم الطلبة معني بهم المصري الذي يريد ان يمارس رياضة في نادي مصري صميم فمن نادي الطلبة المصريين فكرة بثقت مع مصطفى كامل وعمر لطفي الى ان لازم نستكمل الجانب السياسي بالجانب الرياضي ثم ينطلق النادي الاهلي هتقول لي ميتشيل انس اول واحد كان انجليزي ايوة لانه كان وزير المالية كان لازم يبقى فيه حد علشان نقدر نسهل انشاء النادي الاهلي وميزانياته واعتماد ميزانياته والوضع تسهل لكن بعد سنة واحدة جاء عزيز عزت عزيز عزت باشا 1908-1916 دورتين كالعادة 1908-1916 1916 اذا النادي الاهلي تاريخه مكتوب ويشاهد ليس يحكى ولا يسمع عنه شوفوا فكرة او عظمة الراجل صاحب فكرة تأسيس النادي الاهلي بكل قيمته وتاريخه اللي حضرتكو شفتوه تاريخه الوطني وتاريخه التعاوني وتاريخه الانساني وحرصه على نشأة نادي بهذه القيمة لما هنلاقي فيه آآ ذكرى تأسيس النادي الاهلي هنلاقي عبدالخالق باشا سروت وده الرئيس التالت تقريبا للنادي الاهلي التالت مصريا يعني عبدالخالق باشا سروت أثناء رئاسه للجمعية العمومية للاهلي اللي كانت 6 فبراير 1919 وذكر ثورة 19 يفكرنا أنه الزعيم الشعبي سعد زغلول رأس أول جمعية عمومية للنادي الاهلي وده كان بصفته نظر المعارف يعني وزير المعارف وقتها اللي عبدالخالق باشا سروت على ذكر عمر بكلطفي بصوا عمر بكلطفي مات 1911 يعني بعد 8 سنين من وفاته يعني الرجل مش موجود بس عبدالخالق باشا سروت رئيس النادي الاهلي في 1919 وهو بيرأس الجمعية العمومية للنادي الاهلي ما نسبش حاجة لنفسه ما سرقش الكاميرا ما قفزش في بداية المشهد عشان يقول أنا تبيكلمهم على واحد له الفضل بعد 8 سنين من وفاته بصوا قيم النادي الاهلي في حفظ الفضل لأصحابه هو ده النادي الاهلي وهو ده تاريخه رجل مات من 8 سنين فالرئيس اللي جاي الرئيس التالت كمان يجي يقول الآن وقد انتهينا من أعمال الجمعية العمومية ده عبدالخالق باشا سروت واحد من أقطاب الحركة الوطنية وقتها الآن وقد انتهينا من أعمال الجمعية العمومية فإني أنتهز هذه الفرصة لألقي على حضراتكم كلمة عن تاريخ هذا النادي فإن تفضلتم وسمحتم بذلك فإن أول ما ينطق به لساني في هذا الحديث ما قالش نفسي ولا مجلسي ولا دوري أول ما ينطق به لساني في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر بيك لطفي لكن هو ده من المطلق حرصه على توثيق التاريخ فبيقول لهم ذلك لأنه الواضع لهذا النبي وصاحب الفكرة في تأسيسه بصوا قول الفصل بيقول بقى عبدالخالق باشا سروت كان المرحوم عمر بيك لطفي وكيلا لمدرسة الحقوة وكنت في ذلك العهد موظفا بوزارة الحقنية فكنت معه بحكم وظيفتين في علاقة مستمرة وكان رحمه الله على ما تعلمون كثير الاشتغال بأمور الشبيبة مهتم جدا بالشباب عظيم الاهتمام بأحوالهم وبكل ما يعود عليهم بالفائدة وحضر ذات يوم وقال لي إنه كثيرا ما فكر في أحوال طلبة المدارس العليا وكيفية تنضيتهم لأوقات فراغهم وفي علاقات خرجيها بعضهم ببعض فرأى أن بعضا من الطلبة يقضون أوقاتهم في المحال العمومية ليس لهم من أنواع الرياضة غير الجلوس في القهاوي وأن البعض الآخر وهو من يرى الترفع عن ذلك يعتكف في منزله وأن الطلبة بمجرد إتمام دراستهم واشتغالهم بأمور معاشهم إذا ما تفرقوا في البلاد وبعدوا عن القاهرة انقطعت بينهم أسباب الألفة وأصبحوا غرباء بعضهم عن بعض شكى إلي تلك الحال وما يترتب عليها من المدار الأدبية والمادية وقال إنه يرى خير دواء لها تأسيس فناء في نقطة صحية خارج المدينة تكون منتدى لطلبة المدارس العليا ومتخرجيها يقضون فيه أوقات فراغهم وتمرنون فيها على الألعاب الرياضية ويكون للطلبة الذين قضى عليهم جهاد الحياة أن يكونوا خارج القاهرة واسطة في الاجتماع بإخوانهم المقيمين فيها كلما سنحت لهم فرصة العودة إليها بيقول عبدالخالي باشا سروت في اجتماع الجمعية العمومية في 1919 لم أتردد لحظة في الحق بأن تحقيق هذه الفكرة هو خير ما نخدم به الشبيبة المصرية ولكني لا أخفي عليكم أن أمل في نجاح المشروع كان أقل بكثير من تخوفي من عدم إمكانية تنفيذه هو دين الأفكار الكبرى الأفكار الملهمة أو من سقوط النادي بعد تأسيسه بنقول له روح عمر بكلطفي وعبدالخالي باشا سروت كنت قلقانين على سقوط الفكرة سنة 1919 الآن الفكرة بعد مية وكم سنة مية وعشرة سنة قوية نقية عظيمة باقية بقاء كل هذه السنوات أستاذ إبراهيم الأهل فكرة والفكرة لا تموت بالضبط الفكرة لا تموت ولكنها تظل أن تكون باقية وقوية وقائدة وقضوة وملهمة زي ما حنشوف بعد شوية في المقالة اللي حنشير إليها بيقول عبدالخالي باشا سروت وعذري في هذا التخوف أنا كنت ليه خايفة على أهلي وليه كنت خايفة أن الفكرة ديها تسقط مش هتكمل بقول عذري في هذا التخوف أني جربت في حكم هذا على قياس الحضر بالغابر كنت باستدعي ذكريات الزمن وتجارب كتيرة قبل كده فبيقول والمستقبل بالماضي فكم من مشروعات وطنية قامت بضجة عظيمة وأقبل عليها الناس أيما إقبال لكنها ما لبثت أن أخذت في التلاشي والفناء حتى أصبحت أثرا بعد عين إلا الأهل أه ولم أرد من مع ذلك أن أطبط همته بمخاوفي هذه وقلت في نفسي لعل في هذه الحركة بركة يمكن فكرة الأهل دي يكون ربنا مبارك فيها وتختلف عن الأفكار الكبيرة اللي قبلها وهو طبعا كان واضح أنه بيتكلم على أفكار حزبية لأنه كتير في الفترة دي الحياة السياسية المصرية كانت خصبة جدا فكان تقريبا كل شوية تظهر فكرة حزب شعبي يلتف حواليه الناس ثم يحصل اختلاف وانقسامات ينتقلوا على حزب آخر وهكذا المهندس عدل القيعي وليد هذه الظروف اسمه محمد عدل القيعي جاي من كده عدل باشا يا كان مع محمد باشا محمود الاتنين الوفد مع الأحرار والدستوريين حصل انقسام بينهم والده رياض بيك القيعي دستوري دستوري فبقى ايه حبيب الاتنين طب خلف ابنه وجدي أبو والدتي وأبدي فرياض بي القيعي عنده خلف ابنه طب بالنهار مع عدل يا كان وصديقه محمد محمود والاتنين أقطاب سياسيين مختلفين فيكون النتيجة ارضاء لهذا وذاك يركب الاسم يبقى محمد عدلي فعشان كده هذا الرجل الكبير العظيم الجالس أمامكم خاد الاسمين من رواد الحركة الوطنية برضو فبالتالي زي ما بقول لكم هي دي قيمة النادي الأهلي ولازم أن نعرف قيم الناس وإحنا بنفتكرها وإحنا بنتكلم عنها عبدالخالي باشا سروت وهو بيقول أننا كانت مخوفي أنه أكم من أفكار كبيرة جدا الناس أقبالت عليها أي يوم وأقبال ثم ما لبست أن تلاشت بتسقط كان واضح أنه هواكسه سياسية لكن قال يمكن الحركة دي اللي هي بتاعة النادي الأهلي يمكن يبقى فيها بركة وهي فيها بركة والبركة معيشها وعتبرين لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي لأنها صح شوفوا كم حزب سياسي ظهر وشوفوا كم حركة شعبية عملت وشوفوا كم التفافة شعبية حصلت في مناسبات وتلاشت وبقي الأهلي وسيبقى بإذن الله تعالى الأهلي وكم حرب عملت على الأهلي شوفوا كونه فاكرين حضراتكم لما سردنا علاقة الأهلي بالسلطة وسردنا السلطة السياسية الحاكمة للأهلي عبر المئة سنة كان كل رموز الحركة السياسية عندهم مشاعر ضد النادي الأهلي أو على الأقل مش معاه لكن الأهلي كان بيتفوق وكان بيتوج علشان جمهوره علشان جمهوره والطول ما جمهوره عنده هذا الوعي وهذا الحرص والوعي بالذات الأجيال الجديدة لازم تعي المسألة أنه زي ما المهندس عدل استهل الحلقة المهمة دية أنه خدوا بالكوا الأهلي بيكسب لأنه عظيم ما خدش العظمة لأنه كسب ماتش يكسبه بطولة يكسبها مش هي ديت آه هي ديت هتزود شعبية الأهلي هتسعد جمهوره هتعلم من قيمته التسوقية وكل ده على العين والرأس لكن عظمة الأهلي في قيمة النادي الأهلي نفسه في اللي أنتو بتسمعوها عنه في أنه لما يتوفى يعني شوف عبدالخالق باشا صارت وهو بيد الفضل لصاحب الفكرة بعد ما مات بثمان سنين ولما يموت الأهلي فوق الجميع بالضبط ولما يموت هذا العظيم علي بيك لطفي اللي توفى عمر بيك لطفي اللي توفى عمر بيك لطفي 14 نوفمبر 1911 يعني عاش أربع سنين بس هو يتفرج على أو يعيش مجد النادي الأهلي لما توفى مين اللي بيرثيه شوفوا بقى القيمة في القيمة بقى اللي بيكتب شعر في رثاء مؤسس النادي الأهلي هو أمير الشعراء أحمد بيكشاوي شوفوا أحمد شوئي أمير الشعراء واحد من أبرز وأمهر من امتلك نصية الكلمة في تاريخ مصر يكتب عن عمر بيك لطفي يا سيد النادي اليوم أصعد دون قبرك من بره يا سيد النادي وحامل همه خلفته تحت الرزية موقرة شهد الأعادي كم سهرت لمجده وغدوت في طلب المزيد مشمرة ولبثت عن حوض الشبيبة ذائدا حتى جزاك الله عنه الكوثرة شبان مصر حيال قبرك خشع لا يملكون سوى مدامعهم قرى أسواك من أهل المبادئ بص بص أحمد شاوي هو اللي بتكلم على أهل المبادئ بص قيمة وعظمة النادي أسواك من أهل المبادئ من دعا للجد أو جمع القلوب النفرة في حد زيك جمع أهل المبادئ بهذا الشكل ودعا كل القلوب المختلفة دي إنها تجتمع وتتحد عمر بيك لطفي أول واحد في الصورة صورة اجتماع اللجنة التأسسية للنادي الأهلي اللي حضرتكم تشوفوها أول واحد علي إيدك لمن هو ده عمر بيك لطفي وده اللجنة التأسسية أو أول اجتماع لللجنة المؤسسة للنادي الأهلي نادي بهذه القيمة يستحق منكم كل هذا الحب ونادي بهذه القيمة يستحق إن القائمين عليه وعلى مجلس إدارته حاليا يبزلن كل الجهد من أجل إسعاد هذا الجمهور العظيم لهذا النادي الأعظم عشان كده بنقول لكم على مستوى كرة القدم اطمئنه مزيد من التدعمات مزيد من ضخ الدماء الجديدة في شرائين الفريق مزيد من الحرص على أن يعود الأهلي وبسرعة وبقوة لمكانته لأنه فريق خلق اللي يجلس على منصة التتويج الضجة اللي حصلة والهزة والوجع اللي حادث إنه الأهلي في المركز التاني التاني اللي الأهلي لا يقبل بيه والتاني لو أخذها مش على المستوى المحلي على مستوى القرى الأفريقية للمرة التانية على التوالي الأهلي ده النهاء التاني لكن زي ما قلنا لكم التاني بالنسبة للأهلي فشل قد يكون لدى البعض موقع مريح لكن للنادي الأهلي التاني فشل عشان كده ودي الصعوبة كل الجهود بتبزل كل التدعمات ستحدث كل الصفقات ستبرم ليعود الأهلي وبقوة لمكانه طبيعي قبل أن ننتقل إلى الحديث عن ماذا سوف يحدث الأهلي إحنا نتحدث الآن عن الفكرة وعظمة الأهلي ما دعنا نقرأ وتبقى عظيماً يا أهلي بعد الفصل والله أنا كنفسي أكملها شوارب يولح نطلع فاصل ولكن ما بين ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي عن أهلي المبادئ إلى ما قاله صلاح سالم في صفحات الفكر بالأهرام قبل يومين وتبقى عظيماً يا أهلي كلام له قيمة بعد الفصل وتبقى عظيماً يا أهلي ده مش كلامي وإن كانت قناعتي لكن ده العنوان اللي حطه الكاتب الفلسفي العظيم الجميل اللي استحقته جائزة الدولة في التفوق هذا العام وإن كان يستحق جائزة الدولة التقديرية في الحياة بس ربما تناله في السنوات القادمة لأنه فعلاً أهل لهذا الأستاذ صلاح سالم واحد من نجوم صفحات الفكر والثقافة في الأهرام شوفوا حد تقراله لابد أنت تشتم رائحة فيلسوف كبير زي زكي نجيب محمود لا يمكن أبداً تعتقد أنه صاحب هذه الكلمات شاب تقريباً أربعيني لكن لديه من عمق الفكرة ومن رصانة الكلمة اللي يخليه فعلاً واحد من الكتاب الفلاسفة أنت يا سيد إبراهيم لما جبتلي المقالة دي أه وقبتلي قرأها أنا قرأتها وزم أنت بتقول هي حتوضح عظمة الأهلي وعمق الفكرة ورصانة الكلمة وحتدهش جداً مش أنت أنا وإنت قرأناها الأسادة المشاهدين سيدهشوا جداً إيه؟ المقدمة علاقتها بالنادي الأهلي هيجدوا علاقة وثيقة جداً علاقة إلهام بالزبط وأيضاً سيدهشوا جداً من زي ما أنت بتقول شاب أربعيني يستطيع أن يملك ناصية العلم والفلسفة والعمق وأنه يخلي الأمور تخدم على بعضها كاتب تستحقه كل الجوائز الحية يعني مش عايز أحسده لكن له كل التحية والتأدير كتب يوم السلساء الماضي في صفحة الفكر بالأهرام هو مقالته أسبوعية كل ثلاث فضل بشوانتس وطبقى عظيماً يا أهلي أنت اللي أغرتني بقراءة هذا المقال وحسناً فعلت خدمتني شكرك وأرجو أن أخدم أنا وحضرتك السادة المشاهدين أن يفصصوا الكلام ويتمعانوا فيه تعرف صلاح سالم بيكتب معنا في المجلة الأسبوع الشهرية باستمرار له زاوية يعني مقالته يروح في حتة تانية خالص والله ياريتنا حرصين نتابعه بجد يستحق ونستحق ألم هتلقوا موجود باستمرار في العدد الشهري من مجلة الأهلي بزاوية مختلفة خالص يعني دايماً له رؤية في سكة تانية العنوان وتبقى عظيماً يا أهلي أنا حراها بطريقة أننا بكلمكم الكاتب بقلم صلاح سالم الذي قدمه لا يستطيع أحد أن يقدم صلاح سالم أفضل بالأستاذ إبريم بنيسي لا ده بالعكس هو يستحق الكثير الحياة كتب يقول سأحكي لكم قصة قصيرة لكنها ذات مغزاً كبير بالنسبة لي في سبتمبر 2006 ألقى البابا بنت كتوس السادس عشر محاضرته الشهيرة من طالب طلاب جامعة هايزنبرغ الألمانية قصيراً الخلاص على الكنيسة الكاثوليكية حارماً منها الكنائس البروتستنتينية وعارفين كلنا الخلاف الفكري بين الكاثوليك والبروتستنت والأرسيزوكس قبل أن يعطف بحديثه وده اللي يهمه إلى الإسلام وصفاً إياه بالدين العنيف مكرراً المقولات الاستشراقية الموروطة عن الجدل البيزنط القديم بأنه انتشر بحد السيف وأن نبيه ليس إلا رجل حرب وهو على فكرة كلام دائر ومستمر وعلينا دائماً أن نقدم الحجة الضحضة لهذا الأمر كما فعل أستاذنا صلاح سالم أطارت الوقاعة غباراً كثيفاً وحركت تظاهرات في جل أنحاء العالم الإسلامي طبعاً وأنبرى للرد على الرجل كتاب عرب كثيرون وعندها كتب والكلام للأستاذ صلاح مقالاً مطولاً نشرع على صفحة كاملة تقريباً في صحيفة الحياة اللندنية في اليوم التالي هاتفني السيد عمر موسى يقول الأستاذ صلاح سالم هاتفني السيد عمر موسى أمين عام الجامعة العربية آنذاك ودعاني لتوسيع فكرة المقال إلى كتاب يكون منطلقاً لسجال فكري مع الغرب حول فهم مغزى النبوة والقيم الإنسانية في الإسلام وعيداً أن تقوم الجامعة العربية بترجمته بترجمته ويستطرد الأستاذ صلاح للوهلة الأولى بدأ الأمر صعباً فالنقلة من عالم الفكر الحديث إلى عالم الأديان تبدو كبيرة ووضع كتاب عن النبي الكريم لغير متخصص في السيرة مهمة عسيرة يقول الأستاذ صلاح ترددت كثيراً إلى متى ما الذي قضى على تردد الأستاذ صلاح أنه يكتب كتاب عن تاريخ الأديان والإسلام وغير مسيرة فكره إلى سلسلة من الكتب بعدها شوفوا هنا يأتي دور النادي الأهلي وما يفعله طيب دلوقتي انتهى مجلس الإدارة من اجتماعه إلى مقر النادي والأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي جاهز هنرجع للمهندس عدلي بالتأكيد لهذه المقالة المهمة في هذا الحدث طيب الصوت قطع مع الأستاذ شريف فؤاد هنرجع له تاني صوت وصورة من النادي تفضل هدفه الشير في مرمى السفاقسي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع منتزعا للأهل دوري الأبطال الإفريق للمرة الخمسة على ملعب رادس في قلب تونس ويقول السيد صلاح حدثتني نفسي في تلك اللحظة وكنت لا أزال بحديقة النادي الأهلي بالجزيرة بأن لا شيء مستحيل هنا الإلهام بقى ألهمه ما حدث في النادي الأهلي بأن لا شيء مستحيل وأن الإرادة وحدها سيدة الفعل البشري الإرادة وحدها سيدة الفعل البشري دي جملة مهمة لكل شاب وكل إنسان الحياة في الحياة يقول السيد صلاح لقد قررت ونفست ليصدر كتاب محمد نبي الإنسانية مطلع عام 2008 في أكثر من 500 صفحة بل أن قراءاتي له فتحت الباب واسعا على دراسة الكتب السماوية الثلاثة ثم الولوج إلى الكتب المقدسة للأديان التاريخية والطبيعية كلها فكان ذلك بمثابة انعطافة لحياة العقلية صدرت عنها عدة كتب تظل جميعها شهد على قوة سحر ذلك النادي العظيم أعلم تماما أن إسجابتي تلك اللحظة هي لحظة خاصة جدا ولكن تعدد أشكال الإسجابة بتعدد البشر لا تنفي قوة الأطر الذي يحدثه فعل رمزي لكيان يبدو ملهما بالأمل حين نجاحه مثل ما يبدو مثيرا للألم حين انكساره وهو شعور الأخير ويستطرد متحدثا عن ألامه بعد الخسارة اللي حصلت أمام الترجي ولكن يتساءل ولكن مرة مرات يظلم الأهلي يعني في الصياق مرات يظلم الأهلي ثلاث مرات ومرة يعتقد أنه قد جماله التحكيم وخانه التوفيق عن جدارة في المبرانة النهائية فيسأل ماذا يعني هذا يعني أولا ماذا افتراء أولئك الذين يكرهون الأهلي ويقولك ماذا يعني ذلك للشخصية الأهلوية التي أؤمن بخصوصياتها وقوة سحرها طب إيه اللي حصل لها ما هو يعني ذلك أولا مدى افتراء أولئك الذين يكرهون الأهلي فينسبون انتصاراته وبطلاطه عبر طريقه إلى مجملات الحكام التي كثيرا ما تكون لصالح منافسي بينما وده المهم بقى اللي عايزين يعيشه مع بعض يكون قد تعود على قهر المنافسين والحكام معا متى يستطيع الأهلي أن ينتصر على المنافسين وعلى التحكيم الذي غالبا ما يكون ضده عندما يكون جاهزا للتحدي لذلك أقول دائما وأكرر اليوم أن لا أحد في الشرق الحضاري كله وليس في أفريقيا وحدها يستطيع قهر الأهلي الذي يقصر فقط أمام نفسه هو يعتبر إذا خسر الأهلي لأسباب تخصه ولا تخص لتفوق المنافس عليه عندما يتخلى عن جاهزيته لقد خسر في رادس وهو متقدم بفارخ هادفين في القاهرة بعد أن كان فاز هناك وهو متعادل إيجابيا ولا يحتاج منافسه سوى تعادل سلبي كما حدث مع الصفاقس 2006 والترجل 2012 في 2012 لأن جاهزيته المبرأة الأخيرة لم تكن على قدر أهمية لأسباب المتعددة ويستطرد ويطلب الحلول ويتحدد بس يقول سلاح سلم في قوز إنما أنا بس عايزين نتناقش أنا وانت في الحتة دي هو يقول أسفل المتفق معت الحتة دي أوي الآن يتعرض للحرب ويتعرض للغبن التحكيمي وقال لا ما يتعرض لبعض الأخطاء التي يكون في صالحه التي يصورها البعض أنها مجملات نادرا ما يحدث زي المبرأة اللي كانت في برج العرب ولكن هو يقول عشان تقدر تكسب كل ده لازم أنت تكون جائز جدا لأنك لا تخسر إلا عندما تخسر الأهل لا يخسر إلا أمام نفسه بيقول بقى صلاح سلم الحياة في فقرة مهمة بعد هذه القراءة الرائعة للمهندس عدلي ويعني هذا ثانيا ويعني ثانيا أن شخصية أي كيان ودي الناس اللي بتقولك إيه يعني إيه يعني قيمة الأهل وإيه يعني كيان الأهلي وإنتوا مكبرين هقوي ده مجرد نادي بيقول هذا الكاتب الفلسفي ويعني ثانيا أن شخصية أي كيان ليست صنما يعبد والعزو بالله ولا معطى نهائي ولا معطى نهائيا نمتلكه يوما فنضعه بأسمائنا في بنوك اللي نعتاش من عوائدها بل وجود الأهلي وجود حي يحتاج إلى تطوير دائم وده طبعا الناس اللي بتطلب بصفقات وبالطلب تدعمات يروك ليه الكلام ده وده مهم برضو ده موقوع ده هو ده استمرار الأهلي مبني على ديه بالظبط أنه يدعم نفسه ويقوه فرقته فبيقول صراحة أنه يأخذ من انكساره بالظبط بالظبط بل وجود حي يحتاج إلى تطوير دائم ويضيف إليه أفضل ما يستجد فإذا ما توقفت الشخصية عن التجدد إذا الأهلي توقف عن أنه يجدد نفسه شخصية الأهلي إذا ما توقفت عن التجديد أبطأ سيرها وربما توقف ولحق بها الآخرون وربما سبقوها مدامها يتوقف وفي حالة الأهلي نجد أننا أمام شخصية فزة لا تملك إلا أن تحبها كثيرا إذا ما صادفت هوا لديك لو جات على هواك وبقيت أهلاوي هتحبه قوي أو تكرهها بعنف إذا لم تصادف ذلك الهوا طبعا يعني الأهلي تحبه قوي يا لو ما انتش أهلاوي هتكرهه بعنف تبكرك بالجملة اللي أنا كتبتها على الكابتن صالح سنة 73 وتسببت في أني أمشي من مدير تحرير مجلة الأهلي عندما استقال الكابتن صالح قلت الجملة دي صالح سليم نمط فريد من الناس تحبه بجنون وتكرهه بعنف ولكنك تحترمه باستمرار باستمرار طيب بيقول الأستاذ صالح سالم الأهلي أنك أنت أمام شخصية فازة لا تملك إلا أن تحبها كثيرا إذا ما صدفت هوا لديك أو تكرهها بعنف إذا لم تصادف ذلك الهوا وهو ما يفسر لنا لماذا يعشق الأهلوية نديهم إلى هذه الدرجة ولماذا يكرهه المنافسون إلى ذلك الحد والأكثر أهمية هنا أن تلك الشخصية شخصية الأهلي تمثل مسئولية كبرى على صاحبها فتحدياتها على قدر عظمتها طبعا شوفوا تحديات الأهلي طبعا على قدر عظمته تحدياته أنه زعلان وموجوع أنه خسر لقب قري لأنه باصس للأكثر تتويجا على مستوى العالم باصة للمدريد أنا خسرت سبائي معارج المدريد فهذه الممارات صلاح سالم والمعيارة الذي تقاس به وإليه هو إنجازاتها السابقة بتقارن الأهل بنفسه عملنا كده قبل كده ما بتقارنوش بغيره أي قوة ماضيها وإرث تقلقها وليس إنجازات الآخرين ما بتقسش على حد أنت بتقس على ماضيك أنت لما عندك أي سلوك يحصل بصوا من غير بعفوية شديدة هو الموانس عدلي لما كان بيتكلم على فعلة أزارو استدعمين تصرفات الأهلي مع حسين حجازي تصرفات الأهلي مع 85 كل القرارات التربوية والسلوكية للأهلي هو ده الأهلي بيقس نفسه على نفسه بيحاسب الحاضر بتاعه على ماضيه وده اللي محافظ عليه بيستشرف المستقبل بتاعه من عمق الماضي بتاعه ده كلام فلسفي مهم جدا جدا يبين لك اللي قاله عمر لطفي واللي قاله عبدالخالق باشا سروت أنه دي فكرة وفكرة حية فكرة هي ستظل بإذن الله نابضة بكل هذه المعاني القيامية المهمة بيختتم بيقول فحتى الذين يحبونها يطالبونها بالسطوع دوما ولا يتسمحون أبدا مع لحظات غروبها الجمهور اللي اتدايق معها حق لأنه لا يقبل للأهلي غروب شمس لا يقبل للأهلي أي هنات أو انكسارات أو هزائل ما تعودش ما شافوش كده ضعيف فبيقول صلى الله عليه وسلم اعذروهم اعذروهم عشاق الأهلي ومحبوا فكراته لا يقبلون لشمسه الغروب أبدا عايزوا دايما دايما ساطع رقم واحد آه وهذا على فكرة أنا وانت والإدارة وكلنا جماهير في العخ طبعا عشاق للأهلي وكلنا نتألم ألم يفوق ما يتصوره أحد يعني ولكن اللي دايما بعزيك إنك بتشجع نادي هو ملهم وفكرة وعظمته ليست في النتائج فقط ولكن في إنك أنت تحافظ على هذه العظم بيقول صلاح سالم ففي غياب الشمس بالنسبة للأهلي وانتصاراته انتصاراته اللي هي الشمس ففي غياب الشمس تزبل الحياة الناس ماتت يا باي الناس ماتت خليني العنق ده ففي غياب الشمس تزبل الحياة والأهلي شمس مشرقة في حياة مورديه وعشاقه مش بس في مصر في المحيط بتاعه النهاردة قبل الحلقة بساعات قليلة صادقنا وعاشق الأهلي بعمق ضياء مصباح واحد من اقطاب رابطة محبي وعشاق الأهلي في غزة فور انتهاء هذه المباراة الموجعة دخل المستشفى خرج منها النهاردة الف سلامة على ضياء مصباح لكن الى النادي الأهلي سريعا والأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي متحدثا عن قرارات مجلس الإدارة وحيا حضراتكم من مقر النادي الأهلي في الجزيرة وعبر شاشة قناة النادي الأهلي التحية لزملاء في الستوديو لمهانسة سعد للقيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي والجمهور النادي الأهلي العريض اللي حريص على متابعة اجتماع مجلس الإدارة اليوم وتأذنوا لي أشكر زملاء الصحفيين الحقيقة وممثل وسائل الآلام اللي موجود عدد كبير منهم حرصا على متابعة مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته الممتدة هي الجلسة الثالثة الممتدة الحقيقة وستبقى ممتدة أيضا إن شاء الله إلى يوم السبت هذا الحرص والمتابعات والأخبار يعني خرجت في إطار اجتهادات بتمثل للنادي الأهلي تقدير أن جمهور الشعب المصري لديها اهتمام بالغ بأمور المؤسسة الرياضية الأكبر في مصر وفي الشرق الأوسط وده شيء مقدر وبالتالي مجلس الإدارة يعي هذا تماما ويبدو كل جهد مخلص من أجل النهوض بقلعة الرياضة في مصر الحقيقة أنا بس عايز أقول لحضراتكم أنه كان على جدوى الأعمال هذه الجلسة واحد من الموضوعات المهمة بعيدا عن كرة القدم هنيجي لكرة القدم يعني مهتمين نقول أبرز ما تخذ فيها من قرارات لأنه الملف الحياة مفتوح ولم يغلق بعد وهنقول لحضراتكم بالضبط إيه اللي حصل لكن في البداية تم عرض الحقيقة تقرير مجلس الإدارة في الفترات من 1-1-2017 حتى 36-2018 وتم اعتماد أيضا مشروع الموزنة العامة للنادي في 2018-2019 وهتعرض على الجميع العمومية المقارنة ناقدها يوم 23 الشهر الجاري إن شاء الله من الأخبار المهمة إنه تم اعتماد أو مجلس الإدارة عمل مخترح هيرضه على الجمعية العمومية وهيتم تنفيزه إن شاء الله في القريب العاجل يتعلق بزيارة العضويات الجديدة وقيمة العضويات الجديدة ستصبح قيمة العضوية في النادي الأهلي 500 ألف جنيه النادي الأهلي بفروع المختلفة العضوية العامة لتصبح حضوة عامل ستصبح 500 ألف جنيه هذا المقترح سيعرض على الجميع العمومية وهذا القرار لمجلس إدارة سيعرض على الجميع العمومية لاعتماده وسيتم فتح باب القبول لقبول 1500 عضوية بهذا الرقم لكن هيتم تفعيله اعتبارا من 1-2-2019 علشان الناس اللي عندها رغبة تلتحق الآن بعضوية النادي الاهلي بقيمة 350000 جنيه كون عندها فرصة تقريبا ثلاث شهور تقدر تقدم على هذه العضوية الشيخ زيد أيضا مقترح زيادة هذه العضوية إلى 195000 جنيه العضوية القديمة كانت 125000 سيتم رفع العضوية إلى 175000 جنيه اعتبارا من اعتماد الجميع العمومية الشيخ زيد بمجرد اعتماد الجميع العمومية سيتم تفعيل هذا القرار تجمع الخامس سنفتح فيه باب العضويات الجديدة اعتبارا من 1-12 من 1-12 القادم يعني في غضون اسبوعين سيتم فتح باب العضوية في التجمع الخامس حضراتكم عارفين انه كان فيه جهد كبير بوذل من مجلس الادارة في سبيل توفير هذه الارض وتغييرها والمخطط العام والقرار الوزاري وما إلى ذلك كان فيه لجنة مشكلة من مجلس الادارة بتكليف من كابت المحمود الخطيب بيرأسها الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي اللي بذل جهد كبير الحقيقة جدا في طريق وسبيل استصدار الترخيص الخاصة والقرار الوزاري الخاص بالتجمع الخامس قيمة اشتراك فرع التجمع الخامس ستكون 200000 جنيه باب العضوية مفتوحة اعتبارا من 1-12 لكل من يرغب في الاشتراك في العضوية الخاصة بالتجمع الخامس الحقيقة عندنا زي ما قلت لحضراتك تاني علشان الامر لا يختلط العضوية العامة الخاصة بالجزيرة طبعا ومدينة نصر والشيخ زايد سيتم تفعيلها بعد 1 فبراير 2019 وبعد اعتماد الجمع العممية اما زيادة العضوية في الشيخ زايد فتفعل بعد اعتماد الجمع العممية على طول القديمة ان شاء الله يوم 23 نوفم كان فيه مجموعة موضوعات اخرى متعلقة بالاكاديميات في افريقيا وتوسع النادي الاهلي وهذا الملف يتولى الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الادارة ومازال الاعداد بدقة الحقيقة واعداد راسة جدوى للانتشار في افريقيا وحضرتكم عارفين ده توجه بشكل عام للدولة المصرية وليس فقط للنادي الاهلي والنادي الاهلي بصفته اكبر مؤسسة رياضية مصرية حريص على التوجه في قارة افريقيا وعمقنا الكبير فيها كان هناك ايضا مقترحات وعمل دقوب يتعلق باللجان اللي بيتولاها وبيتولى الاشراف عليها الحقيقة دكتور مهند مجدي ايضا عضو المجلس فقرر المجلس تشكيل لجنة او تكوين لجنة للطفل وفصلها عن لجنة المرأة الاهتمام على شده الحقيقة بذوي الاحتياجات الخاصة اتساقا ايضا مع توجه الدولة انه هذا العام هو عام زوي القدرات الخاصة واصحاب الهمم العالية وسيتم تفعيل كود للإعاقة والعمل على تفعيل القانون الخاص بنسبة الخمسة في المية بحس النادي الاهلي يقوم بدوره كمؤسسة في المجتمع المصري اخذ حضراتكم بقى لبعض الاخبار الخاصة بقطاع كرة القدم وده الموضوع الجماهيري اللي بيجرى لحضراتكم الحقيقة حضراتكم عارفين انه الكابتن محمود الخطيب رجع بالامس من المانيا بعد رحلة علاج لنكون دقيقين يعني سنقرأ بيان صحفي ليسهل على حضراتكم الامر وايضا الجمهور يتابعنا من خلال شاشة النادي الاهلي انه عاد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الاهلي بالامس من المانيا بعد اجرائه بعض الفحوصات الطبية والتي كشفت عن ضرورة اجراء عملية جراحية عاجلة لاستقصال ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي وهو ما تسبب في الام العمود الفقري التي كان يعاني منها الكابتن الخطيب خلال الاشهر الماضي والحقيقة انه الكابتن محمود الخطيب اكتشف هذا الورم في شهر اغسطس الماضي ولكنه فضل الا يعلن عنه وقرر تأجيل العملية الجراحية المرة بعد الاخرى لارتباطه باعداد لائحة النظام الاساسي للنادي الاهلي ثم مفاوضات عقود الرعاية الجديدة ثم مساندة الفريق الاول لكرة القدم بعد وصوله للادوار النهائية في بطولة افريقيا الا ان الطبيب المعالج للكابتن محمود الخطيب حذر من خطورة تأخير التدخل الجراحي لاكثر من ذلك وبناء عليه فقد تقرر اجراء العملية الجراحية يوم الاثنين المقبل باذن الله 19 نوفمبر 2019 مقرر ان الكابتن محمود الخطيب يغادر القاهرة مرة اخرى يوم الاحد القادم يعني بعد 48 ساعة من الان حضر الكابتن محمود الخطيب اليوم الخميس الى النادي واجرى عدة لقاءات مع الكابتن محمد يوسف مدرب عام الفريق والقائم باعمال مدير الكرة وباتريس كارتيرون المدير الفني وايضا الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وجرت مناقشتهم في تقاريرهم الادارية والفنية والطبية الخاصة بالفريق الاول لكرة القدم عن الفترة السابقة ومنذ بداية الموسم ثم انعقد مجلس ادارة النادي الاهري برئاسة الكابتن محمود الخطيب وتمت منقشة جدوى الاعمال الجميع العمومية وقلنا لحضراتكم ابرز ما خرج عن المجلس يومي 23 و24 نوفمبر كما اطلع الكابتن الخطيب ايضا او اطلع الكابتن الخطيب المجلس على فحوة الاجتماعات ومضمونها التي جرت صباح اليوم والخاصة بقطاع كرة القدم كابتن الخطيب طلب من مجلس الادارة انه بحاجة الى 48 ساعة للقيام بدراسة وفيها للتقارير التي عرضت عليه قبل اصدار قرارات بتغيير قطاع الكرة او باجراء تغييرات في قطاع الكرة وعرض الكابتن الخطيب رؤيته المستقبلية بخصوص ادارة قطاع كرة القدم في النادي والخطة المطلوبة على المدى القريب والمتوسط لاعادة بناء الفريق الاول والتي ناقشها واعتمدها مجلس ادارة النادي الاهلي باصدار القرارات التالية واحد الغاء لجنة كرة القدم بالنادي الاهلي وتوجيه الشكر للكابتن عبدالعزيز عبدالشافي والكابتن علاء عبدالصادق على جهده بالمخلص خلال الفترة السابقة والحقيقة انه مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب بيؤكد ويثمن الدور الكبير والمخلص لابناء النادي الاهلي الكبار الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي والكابتن علاء عبدالصادق وجهدهم المخلص الدقوب الذي بذل خلال الفترة الماضية المجلس الحقيقة وكل المنتمين للنادي الأهلي ممتنين لكل ما قدمه أبناء النادي الأهلي وهذا ليس بغريب على أبناء النادي الأهلي حقيقة كلنا كنا نتابع عن كثب الدور الكبير للاعبه الكابتن عبد العزيز عبد الشافي طوال الفترة الماضية وده شيء مش مستغرب لابن وكابتن من أبناء النادي الأهلي ولا لكابتن علاء عبد الصادق وحضراتكم عارفين قدي أيضا كابتن علاء عبد الصادق للاعب دور كبير سواء في لجنة الكرة أو حتى في بعض الصفقات اللي تمت وكانت من نصيب النادي الأهلي فإلغاء لجنة الكرة والشكر جزيل وموصول مرة أخرى من كل المنتمين للنادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وأحب أقول لحضركم أن الحاجة الوحيدة اللي كان حارسي الكابتن محمود الخطيب أنه يطلبها مني قبل ما يغادر قاعة اجتماعات مجلس الإدارة أنه يوجه شكره الخاص ويؤكد علي في هذا الأمر لخصوص توجيه الشكر الجزيل والمقدر والذي يليق الحقيقة بقمتين وقامتين من أبناء النادي الأهلي هما الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق ده كان القرار الأول اللي عرضه الكابتن محمود الخطيب على مجلس الإدارة ومجلس الإدارة خد القرارات زي ما قلت الحضرات ورقمتين في قرارات مجلس الإدارة تفويض الكابتن محمود الخطيب أو إعادة تفويض أو تجديد تفويض الكابتن محمود الخطيب بالإشراف على قطاع كرة القدم في النادي الأهلي ثلاثة إضافة الأستاذ هيثم عرابي لإدارة التعقدات بالنادي الأهلي كان موجود في إدارة التعقدات قبل كده في النادي الأهلي ومجلس الإدارة رأى أنه يستعين بخبراته مرة أخرى مع إدارة التعقدات الموجودة واللي بتضم مجموعة الحقيقة متميزة من أبناء النادي الأهلي واللي بيتم إعدادهم لتحمل المسئولية وقيادة النادي خلال السنوات المقبلة بنهني الأستاذ هيسى مرابي وبنتمنى له التوفيق مع زملائه كابتن محمد فضل وباقي الزملاء في الإدارة في تحقيق طموح النادي الأهلي وجماهيره ونهني على ثقة مجلس الإدارة الحقيقة أربعة سيتم استكمال هذا الاجتماع ممتد وسيتم استكماله يوم السبت المقبل إن شاء الله 17 نوفمبر لاعتماد القرارات الخاصة بالتغييرات المطلوبة في قطاع كرة القدم خلال 48 ساعة دول هيكون الصورة تضحت بالنسبة لكابتن محمود الخطيب بصفته المشرف والمفوض مجلس الإدارة بالإشراف على شؤون كرة القدم وقطاع كرة القدم هيعرض هذه الرؤية على المجلس وبالتالي تصدر باقي القرارات اللي انتوا اكتهدتوا الحقيقة كزمل النهاردة كتير وخرجت بعض الأخبار التي لم تكن دقيقة حتى اللحظة يعني طالما أن مجلس الإدارة لم يفسح عن شيء ولم يتحدث الكابتن محمود الخطيب بخصوص هذه القرارات فتبقى في إطار الاجتهادات الصحفية المشروع أيضا تقرر أن يترقس الكابتن محمود الخطيب اجتماعا آخر يوم السبت مع لجنة التعقدات لتكليفهم بتوفير الاحتياجات العجلة للفريق الأول في المراكز المختلفة على أن يقوم أو على أن تقوم اللجنة لجنة التعقدات يعني بمتابعة مع الكابتن الخطيب أثناء رحلته العلاجية حتى يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن كل الأمنيات الطيبة للكابتن محمود الخطيب إن شاء الله يعني أن يمنى الله عليه بتمام الشفاء وأن تكون هذه العملية الجراحية يوم الاثنين هي آخر جراحة يجريها لتخفيف آلامه ولبلسمة جراحه الحقيقة كلنا كنا ندرك أنه بيضعت على نفسه خلال الفترة الماضية من أجل خدمة النادي كان يعمل بتفاني بدأب جميعنا يلجأ إليه في كل الأمور وكان يخفي آلامه عن الجميع رغم أن هذا الألم شيء لا يطيق بشر يعني فتمنيتنا له بالشفاء العاجل وأن يمنى المولى سبحانه وتعالى عليه بالشفاء وأن يعني يبقى النادي الأهلي في الصدارة دائما ولا خوف عليه طالما امتلك أبناء ورموز وقيادات يعني من هذه النوعية التي تتفانى وتعلي مصلحة النادي الأهلي على أي مصلحة خاصة ده اللي عندنا النهاردة يعني أنا بشكر حضراتكم إن شاء الله يكون لنا لقاء تاني يوم السبت نخبر حضراتكم ببقية القرارات اللي هتكون معظمها خاصة بشؤون كرة القدم بعد ما تكون الصورة طلحت بالنسبة لكابتن حمود الخطيب يعني أعاد التشكيل والهيكلة وعرضوا على مجلس الإدارة وأقروا مجلس الإدارة حتى ذلك الحين بنشكركم وبنتمنى لكم دائما يعني الصحة والسعادة وللنادي الأهلي كل توفيء وتقدم وازدهار والقادم أفضل بإذن الله والعام القادم 2019 سيكون الأهلي بطرا لدور الأبطال الإفريقية بإذن الله كلنا ثقة في هذا الأمر وبالنسبة لقناة النادي الأهلي سأعود الآن إلى زميلية العزيزين وأستاذين المهندس عدلي القيعي والأستاذ إبراهيم المينيسي لاستكمال برنامج ملك وكتابة فإليهما المايكروفون بشكر حضراتكم وشكر زملائي الصحفيين شكرا جزيلا بالنجاح بالذات في الفطرة دي فطرة حساسة ومهمة جدا ولكن لابد أن أعطي كل واحد حقه الجهد التنفيذي والجهد الديناميكي سيكون للشابين كلهم كفاءة وكلهم إخلاص وكلهم رغبة مع توجهات مع تدخل في اللحظات التي يحتاجوها مني إذا كان هناك حاجة إلي لن يكون هناك دافع غير مصلحة النادي الأهلي وبعدها نقدر نطمئن على الأهلي ونقدر نختار بقى في مقبل أيام إن شاء الله كل التوفية بشهونز البعد هيسأل الجهاز الجهاز الفني هو كابتن محمود الخطيب مجلس الإدارة جدد توفيضه له أو توفيض المجلس له في مهمة الإشراف الكامل على كرة القدم ومن ثم كابتن الخطيب تلقى كل التقارير من كل الأطراف بيعكف على دراستها وفحص محتواها والاجتماع الممتد للمجلس الإدارة بعد غد يوم السابت إن شاء الله بيرأس الجلسة الكابتن محمود الخطيب وهي جلسة ممتدة خاصة بقطاع كرة القدم حتى هو ليس لجنة الكرة ما تحددها والتغييرات المقترح أو المطلوبة في قطاع كرة القدم كلها في النادي لكن زي ما بقول لكم ما يخص التدعمات ما يخص التعاقدات من المؤكد هتلاقوا شغل كتير الناس كانت بتسأل هو أي فريق من حقه إيه في يناير القدم إن شاء الله كل فريق في الدوري من حقه إضافة خمس أسماء يعني يستكمل عنده خمسة وعشرين يقود ثلاثين إضافة خمسة حتى لو عنده أربعة وعشرين حتى ما كانش مفهوم ليه من الأول خمسة وعشرين يعني ويضاف إلى هذا إنه الاستبدال مفتوح يعني كل نادي عنده أي عدد من اللعيبة هيشيل دي نقطة مهمة لأن الجمهور كانت ملخبطها جدا دي مفتوح يقدر أي نادي في الدوري الممتاز يشيل الخمسة وعشرين لو عنده فلوس ويجيب خمسة وعشرين غيرهم لا إحيا يا جوز ده قانونا ده من حقه قبل ما بالتأكيد حضرتك متابعة للتدعيات الموقف في النادي الأهلي بعد خسارة اللقب الأفريقي وحالة الحزن والغضب اللي اكتاحت جماهير الأهلي حضرتك شايف اللي حصل يعني دي رياضة وكرة قدمه أكيد زي ما بنكسر زي ما بنكسر آه عندنا أصداء وعندنا تعديلات لازم بنعملها على فريقنا ولكن ده مش معناه أننا لنهار يعني إحنا نادي زي أي نادي تاني ممكن يكسر وممكن يختر فبالتالي الرد الفعل العنيف آه طبعا بقوا خاطر للناس كتير لخزينة وإحنا كمان كنا أكيد في نفس الإحداث ولكن لو مقفنا لحد هنا مش هنقدر نكمل لازم نفكر في اللي جاي حضرتك تشاورتي مع الكابتو الخطيب وأعضاء المجلس قبل جلسة النهاردة؟ الحقيقة لا إحنا أنا ما كنتش معهم في تونس أنا لسه ما قبلتهمش ما حضرتش اجتماع النهاردة للأسف أكيد بعد ما يعني مرجع هكون أعرف تفاصيل الاجتماع إن شاء الله كلها تبعتي كلام كتير في الإعلام عن وحدة مجلس الإدارة وعن وجود خلافاتهم كسامات بالتأكيد على الأقل على السوشيال ميدي ده على طول ده من أول يوم إحنا تعودنا لما فجأنا بالحاجات لأنه واضح إنها ومنهجة وواضح إنه إنه يكتب الصحفي أنا شايف الصحفي إنه يكتب معلومة عن لسان شخص والشخص ده ما قالهاش معناه أنه صحف للدقيب وأنه هو موجه إنه يكتب الكلام ده فبالتالي مش هنقول مش هيدايقنا طبعا بيدايقنا الابتلاءات والافتراءات ولكن هنقول مش هنكتلي دايق عطلنا عن نحنا نشوف شغلنا في الإدارة نحنا نشغلنا جوا مدرس الإدارة ونحن ناخد ظلنا من ناجي ساعنا أكيد هيبقى في ناس راضية عن أداءنا وفي ناس مش راضية عن أداءنا لكن ما ينفعش مش من أخلاق الناس الأهدي ولا من جنين عمرنا مكان الطريقة هو أن احنا نكسر بين الأعضاء وبعضهم مش داله هيأثر على شغلنا هذك رجع بكرا إن شاء الله مش كده؟ إن شاء الله تابعة الخبر بتاع الكابتن محمود الخطيبي اللي تقل دلوقتي أنه هو حيروحهم 19 يشيل ورم ضغط على الحبل الشوكي لا تابعة الخبر بس أنا عارفه أنه هو كان تعبين لكن مش عارفه لا تشخيص دلوقتي أنه في ورم هو أجل وأخفى هذا الكلام أكتر من مرة بس المرة دي لما كان في ألمانيا قالوا له لا يمكن إرجاء الأمر أكثر من هذا هتتعمل له عملية؟ هكلمه هاقفل مع حضرتك وكلمه خالد أطران من علي وإن شاء الله كل حاجة تبقى يعني على ما يرام بإذن الله إن شاء الله ترجع بالسلام يا دكتور شكرا جزيلا للدكتورة راني علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي متحدثة من أزربيجان اللي بتحضر فيها اجتماعات للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات شوف أستاذ إبراهيم طبعا كانت مكالمة مهمة جدا ودي النماذج المضيئة اللي موجودة في مجلس إدارة النادي الأهلي اللي للناس عادة خلاق لها مشاكل عشان تبعدها عن النادي الأهلي خلافاته مش خلافاته بتاع خالد مرتجي فين خالد مرتجي رجع كمان أنا بقول لك فين فين وصراج قبلها فين والجرح مش عارف فين والضماطي فين ودكتورة راني فين وإبراهيم الكفراوي وإبراهيم الكفراوي وكلها حاجات ليه علاقة بالرياضة وتثري الفكر داخل النادي الأهلي وليه علاقة بالنادي الأهلي ولكن يا سيد إبراهيم لما تتأمل الأمر أنا قاعد برضو لما تتأمل الأمر لو أنت عيان والناس شايفاك أنت كنت حاجة فحلة كده لكن خاستك أخطر حاجة أنك ما تبقاش عارف السبب أو مش حاسس بي هكذا الرياضة والنادي الأهلي أخطر حاجة أنك أنت تبقى حاجة ما لهاش سبب أو مجهولة أو مبهامة لكن لما تبقى قدامك أسباب وتبتدي تعالجها زي الطبيب اللي بيصل إلى حقيقة المشكلة أو المشكلة المرضية ويعلجها إحنا في هذه اللحظة ما بقولش أن النادي الأهلي في وضع يعني مأساوي يعني لا النادي الأهلي عايز تطوير منطقي عشان يظل في الحتة الأول 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 جما بقولك أنت دخلت نقشت رسالة دكتوراه لم تقبل منك لكن كان كل اللي برة متأكدين أنك هتقبل منك فإذا أعلنين في حين أن غيرك بيقبل لما ابن يسقط في الإعدادية مثل زي ما أنت قلت المرة الفاترة الحمد لله أننا مش هذا الكيان الحمد لله أن غضبنا دائما منصب على عدم الوصول إلى القمة والقمة وحدها مزيد من الجهود إن شاء الله لي يظل النادي الأهلي باستمرار في المقدمة لكن ماذا عن واحد راح واستراح بعد الفاصل أثار الحديث والإجماع على أنه كان عنبغا يكون في منتخب مصر وهو أفضل لاعب في الوقت الراهن ربما في أفريقيا لو فاز الأهلي بالبطولة الأفريقية لكان مرشح بالتأكيد لهذا اللقم ولكن كابتن وليد سليمانيا سيد إبراهيم يعني يبقى لغز ضمن الألغاز اللي حصل في عالمنا الكروي المصري كيف ترى هذا الأمر لماذا هذا التعنط والإستبعاد والإصرار عليه لعنصر أنت آنيا محتاجه أنت لو استبعدته في المستقبل أنت مش داخل على كاس العالم دا أنت بتقول أنك بتعمل فرقة لكن عندك شواء تحديات وانت ماشي مش وجوده هو اللي حاجه بالفرصة عن أحد لبالعكس أنت بحتاجه جدا 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 فالناس كلها شايف هذا إلا جهاز المنتخب الحقيقة يعني والنهاردة مطلع تويتا رهالنا بقى وشرح وليد بعد ما فاض بيه كتب القرار اللي انتوا شايفينه على الشاشة في تويتا له رفعا للحرج عن الجميع ولا إنهاء ولا إنهاء حالة الجدل أعلن اعتزال اللعب دوليا بالتوفيق دوما لمنتخب بلادي مش عايز حد يحط ضغط بقى على يعني إيه خلص أنا مش عايز أعمل مشاكل لحد ومش عايز باستمرار مع كل اختيار خد وليد ما خدش وليد الناس تقعد تلوم في جهاز المنتخب بسبب استبعاد وليد فالراجل أراحة هو نفسه بالدايق مؤكد بالدايق طبعا وبالدايق من الناس تعتدف عنه وهو يشعر بالموقف المتعنت يزداد ضيق وألم طيب رد الفعل إيه بقى وليد كتب اللي كتبه رد فعل دا إيه هنلاقي على تويتر برضو أحمد حسين ميدو الرأي مهم أتفاهم غضب وليد سليمان من عدم ضمه للمنتخب وهذا حق لأنه فعلا اجتهد في الفترة الأخيرة والجميع أجمع على أنه يستحق شرف التواجد في المنتخب ولكن أني مختلف معه في قرار اعتزاله اللعب دوليا يجب أن يستمر في القتال ثم القتال كل يوم حتى يضع جهاز المنتخب تحت ضغط كبير وفي النهاية سيتم ضمه دي وجهة نظر ميدو لا خليك موجود واضغط أكتر وزود شغلك أكتر عشان تفضل تضغط عليهم وفي الآخر هيخدوك دا وجهة نظر ميدو ووليد قال لك لا أنا مش عايز أعمل مشاكل مع حد مش عايز أضغط على حد ومش عايز أعمل حرج لحد والاتنين مش متعرضين مع بعض بالضبط يعني ويجب على وليد أن يستمر في التقلق بالضبط يضغط ما يضغطش بقى هو ألهالهم ريحوا نمقوا أنا حاولها بدلا لكن يجب أن يستمر على تقلقه بالضبط طيب كابتن محسن صالح بقى وهو مدير فني سابق للمنتخب الوطني قال أحيي وليد سليمان على قرار الاعتزال دا عكس ميدو أحيي وليد سليمان على قرار الاعتزال الدولي فلقد تأخر ضمه كثيرا رغم أنه أفضل من يلعب تحت رأس الحربة مع صلاح في طريقة 4-3-2-1 حسام غالي بقى الكابتانو اللي عاش نفس اللقطة أو نفس المشكلة لكن الأسباب كانت مختلفة وهأقول لكم من وجهة نظري الاختلاف بين الموقفين الكابتانو قال وليد سليمان قالها سهل تعمل فلوس لكن صعب تعمل بطولات وإنجازات هم اللي خسروا يا حاوي بلال أحمد علام المعلق الرياضي قال يبقى قرار استبعاده غير فني غامض إذا كان التقييم بالمستوى والأداء فوليد سليمان كان يستحق التواجد في قائمة المنديال غادر جهاز كوبر وحضر أجيري جواب استبعاده واضح ولا يحتاج للتفكير أطلب من وليد شخصيا توضيح كل الأمور واعتزاله قرار جريء لم يستسلم ولكن أحبط وهذا أبسط حقوق وهنا وهنا سيد فراهيم أرجو ألا يكون هذا القرار من منطلق الإحباط وليس من منطلق فضوة سيرة لأننا عايزة يستمر المتقلق زماء الميدو لأنه هذا الانصف الذي يستحقه لأنه كمان هاني حتحوت وهو يعني من الإعلاميين المهنيين الحياة للغاية دلوقتي ماشي كويس لغاية دلوقتي ماشي كويس نتمنى أنه يستمر على هذا الموضوعي بيقول هاني حتحوت آخر ماتش رسمي شارك فيه وليد سليمان مع المنتخب كان ضد تونس في تصفيات أفريقيا 2015 وقبل مواجهة تونس في تصفيات أفريقيا 2019 أعلن اعتزاله اللعب صاحب المشوار الكبير مع الأهلي وغير الحافل مع المنتخب مسيرته مع المنتخب أولئي لفعل أنا عزقر استحق مسيرة ونهاية دولية أفضل لكن يكفي إشهادات المتابعين بكل فئتهم أنا عايز أقرأ اتنين آه لأنهم دول من عبق الماضي صحيح الماضي الحاضر آه وقل جمعة كتب سطرين وليد سليمان العطر الذي يعود بنا إلى أجمل الذكريات موفق دايما يا وليد آه حلوة لكن الحلوة أوي بتاعت أحمد فتح آه سلاما على من اتخذ الأهل وطنا له أحمد فتحي بيقول لولي سليمان سلاما على من اتخذ الأهل وطنا له وهو لوطنه شديد والانتماء افهمها زمت افهمها دا خلاصة القوم قلتلكم رأي المتواضع في جزئية وليد سليمان والمنتخب الحقيقة الموقف مختلف فيما بين موقف جهاز كوبر من حسام غالي وموقف جهاز أجيري من وليد سليمان موقف حسام غالي كان فيه ظلم وافترأ وتقول لأنه كان فيه مشكلة أسيرت وتقال أنه الخواجة تقال له كلام سلبي جدا على حسام غالي وعلى لعبت الأهل وعلى مكانة الناد الأهلي وأوغره صدره هل فكرة رمضان صبح الأسبوع الماضي تحدث عن موضوع حسام غالي وقال أن حسام غالي تمسك بموقفه دفاعا عن اللعيبة ودفع التمن وقال أن حسام غالي اخذ موقف وتحمل تبعات هذا الموقف لكنه خد موقف وكان بيدفع فيه عن اللعيبة مش لعيبة الأهلي بس قال كل اللعيبة المهم أنه الاستبعاد هنا والموقف هنا كان فيه نوع من التجني وفيه نوع من العناد لأسباب كتير أسباب خلافية واللي دفع التمن والمنتخب في عدم موجود حسام غالي طبعا لأنه افتقد إلى هذا القائد افتقد هذا القائد بالضبط بصرف الناس ما بتعليقش الأمور كده يا جماعة مش بأنك تتجاهل واحد مش لادد عليك مش ده الاحتراف وحسام غالي لو كان موجود كل الفوضى اللي كنا فيها في روسيا دي كان هيقبل بيها مستحيلة مهو يجوز هو يبعد عشان كده ففيما يخص وليد سليمان أنا الحقيقة شايف أنه الجهاز الفني للمنتخب مدام ما فيش أسباب خلافية ومدام لا ينتقص وليد سليمان حقه هم دفعين بمبررين اتنين اللي عايز يقبلهم يقبلهم واللي عايز يرفضهم يرفضهم هم بيتكلموا على أنهما بيبنوا فريق للمستعبل حقهم شايفين أن الخبرات اللي مطلوبة في المراكز اللي هم عايزينها مستكفين بيها ما عندهمش أي انتقاص لحق وليد سليمان لما بيتكلموا بيشيدوا بيه ويحترموه حتى لما قالوا في الأول أن كل واحد له طريقة لعب رجعوا وقاسنوا على وليد سليمان وقدروه كتير جدا بس يتكلموا على عامل السن وعلى المراكز يجوز أنهما شايفين محمد صلاح موجود بكل طاقته وقويته وأهميته ونجوميته مش محتاجين حد معاه في الطرف اليمين يجوز شايفين أن رمضان صبحي شايفين حسابات المستعبل في التلت الهجومي ما شايف هذا الاتجاه ما قاللوش من شأن وليد ما انتقصوش من حقه ولا من قيمته بالعكس اعترفوا بإيجادته وبتقلقه وسعادتهم به لدرجة أنه قررت لكابتن هاني رمز أكثر من مرة وارد في المستقبل أن وليد يكون موجود مش فاهم يعني وارد في المستقبل هما يكبر أكثر يعني ها تبتكلم جهاتي على عامل السن بس ممكن يكون ده مقصود بيها لو حزبة المراكز دفعت لكده أو لو احتاجناه في المركز بتاعه لسبب رأيب هو كابتل منتخب أحمد المحمدي عنده كم سنة هو أصغر من وليد بسنة واحدة يعني انت بدأ محتاجته عارف انك محتاجه لخبراته يعني انت جايب أحمد المحمدي لخبراته خبراته في الاحتراف الخارجي خبراته في الدولية انت محتاج لناس دلوقتي الفرع اللي ملهاش كبير بيبقى صعب انها تتلام يعني ما عرفش وبعدين حق اللعبة فيه وانا افضل طول عمري ألعب وتقلق وانت ساحب مني الأمل وده حق برضو هو انا ما أقولكش جامله انا مش عايزين تجامل على حساب متخب مصر لكن في اللحظة دي انت عندك ماتش مع تونس يا سيدي وليدي استحيق ان يكون موجود انت مش بتجامل هنا ومش بتعمل حاجة غلط مش هتستبعد واحد انت متأكد يا هو يا وليد فالناس تقول لا بس ده هما الاتنين الزبعة بس ده اصغر ماشي مقبولة بهذا الـ انما ما باش حساب لعب في مصر برا المنتخب عموما زي ما قلتلكم هي وجهة نظر نقبلها او نرفضها في النهاية في جهاز موجود مسؤول ومدام ما فيش خلاف ومدام ما فيش اساءة ولا تجريح ومدام ما فيش افتراء ولا ظلم ولا مشاكل يبقى القرار فني ومدام القرار الفني يملكه اصحاب القرار هما غلط اه هما غلط من رأينا اه في رأينا انه ده غلط لكن في النهاية ده قرارهم اطمننا على قرارات مجلس الادارة اطمننا انه في شغل كبير جدا هيتعامل في اتجاه تدعيم الفريق بصفقات ان شاء الله تكون قوية تلبي احتياجات ورغبات الجهاز الفني اطمننا انه في جلسة المجلس الادارة يوم السابت ان شاء الله المجلس هيستكمل فيها مشاوراته بشأن قطاع كرة القدم كله والمقترح بشأن هذا القطاع المهم والجماهيري شفنا القيمة اللي الاهلي بعتها النهاردة للاتحاد الافريقي قبل غلق باب القيد القرر بعد ساعة تقريبا او بعد اقل من ساعة يمكن تلت ساعة بالزبط هو يغلق الباب الاهلي بعد قيمته للتلاتة وعشرين لاعب وشفنا ما فيها طيب بعد كده ايه اللي يحصل لانه السناد الموعيد مختلفة ما فيش قيد في اغسطس والقيد التاني اللي صيفي لا المسائل كلها دلوقت انت بتسجل ثم تستكمل اه قيمتك بعدد حد اقصى فيه سبع لعبين في يناير اللي جاء برضو في يناير مش بقى في اخر الموس بالزبط عشان تكمل البطولة اللي هتخلص في شهر ما بتعلك الفرصة لو انت هتجيب لعيبة جديدة ولا بتاعه تأييدها محليا بالزبط ففي مايو بتنتهي البطولة دوري ابطال افريقيا علشان تستعد القارة ومنتخباتها للكاس الامم في يونيا في الكاميرون الجهاز الفني للآلي زي ما قلتلكوا القائمة بتاعته كل نادي هيقيد على فترتين الاولى بتنتهي اللي لادي وبيختار فيها العدد اللي هو عايزه لكن لن يسمح ليه بعد كده الا باضافة السبعة كحد اقصى القيد التاني هيبدأ اول يناير لغاية يوم واحد وثلاثين يعني من يوم واحد ليوم واحد وثلاثين يناير الفين وتسعة الفين وتسعة كل نادي هيستكمل السبعة بتوعه اذا كان مسجل تلاتة وعشرين افرض نادي سجل اتنين وعشرين مش هيضيف تمانية هم السبعة فقط الحد الاقصى سبعة اه اه طب نادي سجل خمسة وعشرين انت حور هيضيف خمسة سجل تلاتين ملوش حد بالنسبة للقيد المحلي تم ابلاغ الاندية في خطاب رسمي يوم اربعة يوليو الفين وسبعة وده تاريخ مهم جدا وانا بيفتكروه يوم اربعة سبعة كل اللي هيقول لكم اليومين الجايين زودوا كل نادي خمسة عشان الاهل يعالج مشكلته فتحوا الاستبدال عشان الاهل يغير لعبته كلام ده هيتقال الناس دي ما وراهاش حاجة الا الاهلي اللي قول لك كده قوله سلمني على اربعة سبعة لانه يوم اربعة سبعة من اربعة شهور بالضبط ونص تم ارسال خطاب لكل الاندية يسلم لك على اربعة سبعة يسلمني على اربعة سبعة اربعة سبعة كان فيه جواب موجود عند كل اندية المسابعة هتسجله خمسة كل نادي حيسجل خمسة ويستبدل مشاء من لعبين بالنسبة للعب حتى النص اللي اتبعد بيقول لهم بالنسبة للعب المعارق او المستغنى عنه او الذي انهى عقده بالطراضي يتم رفع اسمه من قائمة نديه ويمكن قيد لعب بدلا منه دون الالتزام بعدد بين قصين دي الجملة اللي هيشتغلوا عليها الفترة اللي جاية دورة ابطال افريقيا الآن له يلاعب مين الآن له الترجي البطل تم اعفاؤه من مباراة دور الاثنين وثلاثين حيدخل على دور المجموعات في دور الستاشر يعني انا بس قبل ما تمشي السابع دول حيكون فيهم باذن الله حدم الصفقات الجديدة حيكون فيهم اذا اكتمل شفاء المصابين اللي انت كنت اجايه ورامي ربيعة الاثنين ما كانوش مقيادين اه اه يعني في القايمة المحلية ما تقدرش تسجلهم للغاية الافريقية لانهم مش مسجلين محلية فانت هتستنى ليناير المتصف يناير اللي احتياجات عشان في يناير يضاف للقايمة المحلية خمس لعيبة ده المتاح ممكن يضاف اقل ممكن يضاف اكتر يضاف اكتر ازاي ان انت مفتوح لك الاستبدال تقدر تعير اي حد او تستغنى عن اي حد من قايمتك المحلية اللي فيها خمسة وعشرين لعب وتسجل مكانه يعني العدد اللي هتجيبه من صفقات هتسجلوا في القايمة المحلية بالاستبدال او ضمن الخمسة فمحليا ما عندكش مشكلة افريقيا عندك سبع اماكن السبع اماكن اللي انت هتجيبهم هيضاف عليهم الاتنين المؤكد ان شاء الله يضافوا اللي هم جونير اجيه ورامي ربيع دول الاتنين اللي موجودين مش مسجلين محليا هتسجلوا محليا وان شاء الله تسجلهم افريقيا وفقا لرؤية الجهاز الفني بس بالاضافة اليهم هتسجل اللي انت جايبتهم جداد كمان يعني هتضيف عليهم خمس لعيبة من الجداد عشان يبقى عندك سبع لعيبة في القيد الافريقي التاني انت هتكون لعبتوا مباراة واحدة هتلعب مباراة واحدة بقيمة التلاتة وعشرين اللي انت بعدتها النهاردة المباراة دي هتكون مع الفايز من بطالي جيبوتي واسيوبيا دور الاثنين وثلاثين اه ودي تملي انا الادوار التمديل اراها اخطر ما يمكن طبعا لا تحتمل الاخفاق فيه طبعا البطولة السنادي البطولة الجديدة اللي ان شاء الله ودي النقطة يا جماعة اللي لازم ان ناخد بالنا منها ليه الاهلي خسر فرصة احراز لقب للمرة التانية على التوالي كل العامل اتغيرت السنة اللي فاتت كان مجلس ادارة المهندس محمود طاهر السنة دي مجلس ادارة الكابتن محمود الخطير يعني الادارة اتغيرت الجهاز الفن اتغير كان الجهاز الفن السابق بقيادة الكابتن حسام البدري ومساعدية بالكامل اتغير بقى الجهاز الفن بقيادة باترس كارتيرون ومعاونية يعني الادارة اتغيرت الجهاز اتغير المنافس اتغير السنة اللي فاتت كنت مع الوداد البيضاوي السنة دي مع التراج التونسي العنصر الوحيد اللي باقي اللعيبة وهنا حتة الخبرات وطبيعة او ضرورة استعادة شخصية الاهلي التوتر اللي اللعيبة كانت عليه والظروف الصعبة اللي غيبت تكلم على المتغيرات اه لو اللعيبة تغيرت مش كلهم هات كل اللي لعبوا الفاينال في الوداد اه وشوف مين الفرقة اللي لعبت لك الاصابات طيب معلش الفرقة ياو استاذ ابراهيم اه موجودين في القايمة لكن الفرقة اللي لعبت المباراة الختامية لا هم كانوا موجودين في ماتش الوداد وما فاسش الاهلي بالبطولة احنا مش بتكلم في كده اه ان حتى دي اتغيرت في ماتش التراجي احنا اللي اعتزالات يعني في حاجات في ناس مشت زي عبدالله سعيد في ناس اتعورت كده في ناس مشت وزي اسمه باكماني يعني كان انا مقولش انه لعب ولا ملعبش انا بكلمك ان اللي كان موجود وما عادش القايمة بتاعتك بقت ملمومة وجالها اصابات لكن هنا يعني على معيار اللعيبة مش مش حتى الاسماء يعني بغض النظر على الاسماء بتختلف وتتفق لكن المردود واحد ان احنا خسرنا فرصة احراز اللقب في المرتين ودي ما بتحصلش كتير في تاريخ الاقل الافريقيا بس بس الحقيقة ان في الوداد الظلامنا تحكميا في المبرارة الاولى تمام اذا لازم البطولة الجديدة ودي ده اللي انا اقصده لو عايزين نستفيد من الوجع لو عايزين نعي الدرس كويس نشوف ايه السبب في اللي خلانا وصلنا ان احنا نخسر فرصة اللقبين ورا بعض دي كانت مسألة مهمة جدا ما بيحصلش كتير في تاريخ الاقل انه يخسر نهائي مرتين ورا بعض لازم ابدأ اتعامل اشوف الخطأ اللي حصل زي ما كابت الخطيب قال لاحظ انه فيه اخطاء حصلة كانت ضغط المطشاط وتوالي البطولات وتدخلها يحول دون التدخل لازم من الجهاز الفني من دلوقتي يرتب اوضاعه ويشوف الاخطاء اللي حصلت منه في تعامله مع مباراة الاياب كان عنده اخطاء يبدأ تدرسه كويس رحم الله امرين اهدى الي عيوبي لو اعتقد انه كامل مكمل يبقى بداية الخطأ وبداية المشكلة عنده اخطاء عنده اخطاء لانه عمل بشري ادار المباراة خطأ ادار المباراة خطأ ده عمل بشري يبدأ يتعلم من هذه الظروف لللي جاي خاصة ان البطولة اللي جاية الجمهور هيبقى عنده نفس التطلع الناس عندها نفس الحماس في استعادة البطولة البطولة توقيتها ديق جدا احنا بنتكلم هتبدأ في شهر ديسمبر البطولة المباراة هيلعبها الاهلي مع الفائز من بطلاء جيبوت يعني البطولة عمرها كله من نهاية نوفمبر لنهاية مايو خمس ست شهور فقط دوري ابطال افريقيا هنلاقي فيها مباراة مضغوطة كتير كنت بتلاقي بين الزهاب والاياب خمستاشر يوم ما عدش هتلاقي كده هتلاقي زي اللي حصل مع الفاينال السنادي انك بتلعب الجمعة والجمعة اللي بعدها على طول هذا الضغط في المباراة هيحتاج تجهيز اكبر عدد من اللعيبة فبالتالي تجهيز الناس ما بين المحلي والافريقيا هتبقى مسألة مهمة جدا غربالة القايمة مسألة مهمة جدا الدفع بعدد من العناصر الصعدة الوعدة مسألة مهمة جدا تمكين الموهبين مسألة مهمة جدا الحفاظ على لعبت الكورة بالشكل اللي يضمن ليك تحقيق الفورق الفردية مسألة مهمة جدا أنا أعتقد كتير من الدروس الفنية والإدارية باشواندس اللي محتاجة أن نحن ندخل دور أبطال أفريقيا متعلمين الدرس كويس السيد الكوسمو ده اللي بيحصل دلوقتي وإيه اللي بيحصل مش رئيس النادي بيدرس بيعمل تغييرات وسوف يوحدث تغييرات ربما المناخ مختلف الإدراك إن الأمور ما تستناش ده ما هي لازم تتطور بالظبط كل ده بيحصل دلوقتي يعني ما بيحصل يا رب أقولي الأمر ربنا وفقهم في أن يحقق لهم عايزينه دي نقطة مهمة جدا يعني نقطة مهمة جدا أنت بتسعى وبتأخذ بالأسباب عايزيني إدراك النجاح بقى بإذن الله يكلل هذه الأسباب بأنك أنت ربنا وفقك في الاختراض الصح في الأماكن الصح طيب النهاردة فيه كان مؤتمر صحفي أو مؤتمر عام موسع في وزارة الشباب والرياضة لا ينفصل عن اهتمام الأهلي واحتياجات الأهلي لأنه هذا المؤتمر كان بالاشتراك ما بين وزارة الشباب والرياضة وشركة بريزنتيشن شركة الرعية للكرة المصرية وللرياضة المصرية شركة وطنية مهمة جدا أحداثة نقلة نوعية كبيرة جدا في الاستثمار الرياضي طلعت بدور مهم جدا الحياة دور وطني هذه المرة وطني بمعنى الكلمة لأنه وقعت مع وزارة الشباب والرياضة تلت بروتوكولات أهم من بعض البروتوكول الأول مهم جدا خاص بي رعاية ألف موهبة إزاي تقدر بريزنتيشن مع خبراء الكرة واخصائيها ترعى ألف موهبة كروية ده توجيه من رئيس نفسه ده توجيه رئاسي إنه يبقى عندك ألف لعب محترف أو تجاهز ألف لعب للاحتراف أنت هتجاهز ألف موهبة لإمكانية توفير فرص الاحتراف لهم ده بروتوكول أول مهم جدا جدا وحنحاول نشوف ملامحه إيه وهيمشي إزاي لأنه على مستوى الجمهورية ولو خريطة شاملة كل المحافظات البروتوكول الثاني خاص بالبطل الأولمبي ورعاية الرياضين المتميزين في عدد من الألعاب المهمة ده مهم جدا 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 بالضبط الموضوع الثالث شديد الأهمية جدا 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 لأنه خاص في الاستداد مش هنتكلم شوه على رعاية البطل الأولمبي وإهميته المصر فضل أنت دلوقتي والله عندنا فرصة والغريب أنك تشوف المناخ الرياضي يتقال لك مش هيفرز حاجة ثم تشوف المصارعة عندك أبطال عالم النهاردة أي في رفع الأسقال أوضح عندك أبطال عالم حقيقيين موديليات زهبية موديليات فضية وموديليات أولمبية أيضا وسن صغيرة تستحق الرعاية يمكن أن يبقى عندك في الأولمبيات الجاي موديليات أيضا ربما يكون بعضها زهبية فالنهاردة الرعاية دي يعني إيه عاستي دي شركة رعاية بزنتج يعني بأخذ البطل بدي له كافة الإمكانات المادية والفنية والصحية والنفسية عشان يبقى بطل بالضبط البروتوكول التالت كان خاص بالاستادات من خلال شركة استادات اللي بيرأسها الأستاذ محمد كامل ودي معنية بتطوير عدد كبير من الاستادات والملاعب على مستوى الجمهورية تقريبا هتبدأ عملها بخمستاشر ملعب خمستاشر استاد هتبدأ هذه الشركة تعمل على تطويرها تطوير كامل تطوير كامل مش تطوير محمد كامل تطوير شامل بعز أنه يشمل كل الاحتياجات واشتراطات السلامة هتبدأ بملعب السلام بتاع الانتاج آه تبدأ من أرضية الملعب ومستوى النجيلة ونوعيتها ودي النقطة اللي المهان سعاد لأشار اللي هي في الفاصل أنه كويس العمل يمتد لأرضيات الملعب لأنه واضح أنه عندها سبب كبير في الإصابات ده السبب يعني يخلينه متحمس للفكر احنا عندنا إصابات كتيرة جدا وعندنا أداء فني له علاقة بطبيعة الأرض وشي كويس أنه يبدأ تطوير الاستدادات من الأقاليم بقى يبدأ يشتغل في البحيرة ويشتغل في الضميات ويشتغل في الصعيد ويشتغل في اسكندرية وفي الإسماعيلية وفي بورسعيد بحيث تبدأ من الأقاليم المحرومة أو الفقيرة بنية ريالية سليمة بنية سليمة ده مسألة في غاية الأهمية نشوف الأستاذ محمد كامل في كلمته في هذا البروتوكول أو هذا المؤتمر المهم أولا بريزنتيشن كشركة وطنية للرعاية الرياضية بتقدم كل خبراتها وطاقاتها وإمكاناتها لتحقيق هذه الطفرة على مستوى البنية على مستوى البطل الأولمبي وعلى مستوى الموهبة الكروية الوعدة للاحتراف إن شاء الله نشوف محمد كامل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نشهدك أن ما أتينا ذلك عن علم مننا الحمد لله رب العالمين مع لي الدكتور أشرف صبحي والنهاردة يوم بالنسبالي يوم جميل جدا مولد ابن جديد لمجموعة علام المصريين شركة استادات ويمكن أول حد أنا حبدأ أتكلم عنه النهاردة هو اللي هو محمد العصار اللي ببعث له رسالة حب النهاردة والسيد وزير الانتاج الحربي قال لي محدش هيمدي معاك عود تاني استادات إنسى ما فيش حد يوم ما خدنا استاد السلام النهاردة بنضم 15 استاد لشركة استادات وتصبح نهاردة شركة استادات أكبر شركة في منطقة الشرق الأوسط تمتلك إدارة منشآت رياضية لمدة طويلة خمستاشر سنة وعشر سنين بشكره جدا لأنه لولاه ما كناش بدأنا المرحلة دي وأعتقد أنه لولاه دكتور أشرف صبحي أعتقد ما كناش وصلنا للمرحلة اللي احنا وصلنا لها النهاردة بخصوص إدارة الاستادات وموضوع الاستادات دا جماعة عشان أقولك بقنا فترة شغالين في الصناعة دي كانت المشكلة اللي متواجهنا أو اللي احنا شايفينها أنه اختلاف ملاك الإدارة للمنشآت رياضية في مصر فهتلاقي أنه مجموعة استادات تمتلكها وزارة الشاوج الرياضة بتدير جزء منها وبتدي جزء منها لمحافظات أنها تدورها وزارة الإنتاج الحربية عندها استاد اسمه استاد السلام مثلاً وزارة البترول عندها بيترو سبورت أخوات المسلحة أخواتنا عندهم مجموعة استادات علشان تعمل منظومة واحدة تجمع كل الاستادات دا بشكل واحد موضوعك مالوش حد يعني لقنا أنه صعب جداً فالحل أما كلمت شركاتنا وأخواتنا في الجروب في علام المصريين على المشروع أن احنا ازاي نعمل مؤسسة أو شركة تدير كل المنشآت على فترات زمنية طويلة وهي اللي تطور وهي اللي تشتغل عليها علشان توصل للمرحلة اللي تخليها في نظام ثابت في الدخول وفي الخروج وفي الأمن وفي التصوير في كل حاجة فالحمد لله بدأنا نشتغل على الملف بالشكل دا وأخذنا الحمد لله استاد السلام والنهاردة 15 استاد الجماهير هم صحاب الكورة والجماهير هم صحاب الأرض احنا خدمين الكورة وخدمين النهاردة الأرض يمكن من تات أو أربع سبيع احنا غيرنا الشعار شركتنا وخلنا مش أعتقد جهود كبيرة مبزولة بش مهندس وشركة استادات هتحقق طفرة كبيرة بإذن الله أخبار مهمة وأخبار مهمة جدا اللي أهلوية سبقتها بإعلان قرارات مجلس الإدارة الذي أجاب على بعض التساؤلات والحيرة والرجوات والأمل الذي كان يعني في مخيلة الجماهير ولكن يوم السابت سيتم استكمال الإجابة على كل التساؤلات كلنا ترقب لما سوف يحدث يوم السابت وكلنا أمل أن تكون الفطرة القادمة بإذن الله يعني فطرة إنجازات وخطوات نحو الطريق الذي نتمنى وكلنا رجاء ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على كابت محمود الخطيب وأن يجري هذه الجراحة الحرجة والمهمة بإذن الله في ألمانيا يوم 19 ويعود منها بإذن الله في تمام الصحة دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في التساعة مساء الإثنين القادم إن شاء الله ودائما وأبدا زين النوادي تحية وجلال تحية